اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السؤال اللي أنا بتسئله إيه المصدر إيه المصدر إيه المصدر إيه المصدر دايما أفضل مصدر هو الـDocumentation بس عشان خاطر تبدأ تتعامل مع الـDocumentation بتاعة أي أبليكيشن في الدنيا سواء كانت Forge كانت Revit كانت SAB كانت E-Tabs أنت لازم تكون عندك الـPreRequisite اللي تأهلك أنك أنت تخش جوه الـDocumentation الـAPI زي ما قلنا قبل كده فاكرته كلها لو أنا عايز أخش المجال ده وابقى مثلا بشتغل في المجال بتاع الـApplications أو أعمل الـApplications من خلال الـAPI الفكرة الأساسية أن أنا لازم أصلا نكون developer كويس أين كان بقى الدومين اللي أنا هخش فيه فأنا تعال مع بعض كده النهاردة هنسكراتش القصة بتاع الـDiscForge ونبدأ إن شاء الله نتعامل معها ونشوف إيه المقصود بيه أول حاجة هنبدأ نتكلم عنها ونغطيها مع بعض أصلا ستحدث Pass that off by the dal أحاول أتكلم خارخة أنا حاول أتكلم أهل اشتركوا في القناة شكرا 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 في القناة من الكمبوننتس دي بتعتبر job profile يعني كل جزء من الأجزاء دي بيعتبر job profile كامل لواحد ممكن يشتغل فيه أول حاجة خلص حاجة اسمها front end تاني حاجة حاجة اسمها back end تالت حاجة حاجة اسمها database اي web application في الدنيا بيتكون من التلت أجزاء دول والحقيقة هو مش اي web application هو اي application بأي شكل تتكلم على desktop application فتلت أجزاء تعني ناخد الريفت مثلا بما انه اشهر حاجة تتكلم على الريفت الفرونت اند بتاعه الفرونت اند بتاعه هو مجموعة tabs والpotens والpanels اللي انت بتعامل معاها ده اسمه front end دي الحاجة اللي انت كيوزر شايفها وبتتعامل معاها طيب ايه الback end الback end هو الكود اللي بينفذلك الاوامر اللي انت بتديها للريفت فده احنا بنسميه الback end طيب الdatabase هي عبارة في الآخر عن file RVT اللي انت بتسيفه اللي بيشيل الداتا بتاعت بيانات المشروع بتاعتك فهي ده pattern موجود في كل انواع الapplications المobile application نفس الكلام يبقى عندك انت المobile application بتاعك وهو الا front end وبيبدأ يتكلم مع الback end السيرفرز اللي بياخد منه الdata والسيرفرز بيتكلم مع الdatabase نفس الكلام في الويب اي وب application في الدنيا بيتكون من three main components زي ما قلنا الcomponent الاولاني حاجة اسمها front end الcomponent التاني الback end الcomponent التالت الdatabase اللي بتكون موجودة في الapplication بتاعك والapplication بتاعك بيستخدمها طيب طيب ايه بقى المقصود بالfront end الfront end بمنطقة البساطة ده هو الجزء من الويب application اللي هو دوره الرئيسي والاساسي انه هو ينترأكت مع الويوزر يعني ايه يعني مثلا خليني اقولك ان انت داخل على الجميل باعتباره واحد من اشهر الsoftwares انت وانت داخل على الجميل بتعمل ايه والله بتخش بتألف في الاميالات بتاعتك بتشوف ايه موجود في الانبوكس اللي انت بتعمله ده بتعمله من خلال بتعمله من خلال UI بتعمله من خلال user interface فده اللي احنا بنسميه front end front end هو الشكل اللي بيظهر لليوزر طيب دور انت من خلال front end بتعمل ايه من خلال front end ده حضرتك بتreceive data من اليوزر يعني انا دلوقتي انا عندي application على سورفر معين انا من خلال front end ده بقدر ياخد data من اليوزر ازاي زي مثلا لو انت عندك اي ويب سايت بتخش وتعمل login تعمل login ازاي تكتب اسمك وتكتب الباسورد بتاعك التكست بوكس اللي انت بتكتب في اسمك والتكست بوكس اللي انت بتكتب في الباسورد بتاعك دول front end دول اللي احنا بنسميهم front end دول عملهم واحد اسمه front end developer هو دي شغلته شغلته انه هو يرسم شكل الويبساين فده front end طب الداتا اللي انت بخدها منك من خلال front end دي بدوس save لما بدوس save او بدوس مثلا login ايه اللي بيحصل الداتا بتتاخد بطريقة معينة وتروح على السيرفور بتاع الابليكيش دي انت بتعمل معه السيرفور ده يشوف والله انت كنت فعلا راجل السيرفور ده عارفه اليوزر نيم والباسور دول معروفين بالنسباله ايوة طيب لو معروفين بالنسباله بيدخلك على website طيب لو هما مش معروفين بالنسباله او في مشكلة عندك في اليوزر نيم والباسور ايه اللي بيحصل بيبدأ السيرفور يعمل ريسبونس يقولك لا والله انت حضرتك يا اما مدخل اليوزر نيم غلط اما مدخل الباسور غلط انا مش هقدر اديك access على website طيب لو ده حصل ايه اللي بيحصل بتلاقي ان في message ظهرت لك على الشاشة بتقولك انك انت ما ينفعش تخش على website ليه لان يما اليوزر نيم بتاع غلط يما الباسور اللي انت مدخله غلط فبالتالي الكميونيكيشن مع اليوزر ده بيتم من خلال front end طيب فكرة بقى انه الابليكيشن عارف اذا كنت انا راجل اثريز ان انا خش او انا فعلا يوزر ولا لا عارف منين او عارف بقى من السيرفر زي ما هنشوف ان السيرفر ده ليه دور تاني وليه شغل تاني ولكن front end بشكل عام هو دوره هو يتعامل مع اليوزر طيب انا النهاردة لو حبيت اعمل front end يعني ثلاث three technologies اساسيين او ثلاث تقنيات اساسيين اول حاجة خالص الاساس بتاعك في front end حاجة اسماها الHTML الHTML الاختصار لحاجة اسماها Hypertext Markable Language دي من اسمها كده بيسموها لغة الترميز او حاجة شبه كده الفكرة تاعتها كلها ان هي بتستركتشر الشكل بتاع الدات يعني مثلا انا بقول والية لو انا قررت ابني front end ابني شاشات الابليكيشن بتاعي بعمل ده من خلال HTML اشمعنا HTML عشان دي اللغة اللي براوزر بتفهمها طيب هو انا اعمل الكلام ده بلغة تانية لأ مينفعش تعمل الكلام ده بلغة تانية ليه لان البروزر كلها بتفهم HTML وفهم الستاندرد التاعة HTML فيبقى اول خطوة لو انا هعمل front end application اول حاجة انا اتعلم HTML طيب الحاجة التانية الCSS الCSS اسمها ك scaling style sheets دي دورها انها بتعمل styling للوеб سايت يعني مثلا بتخش الالوان الاشكال الكلام ده وده مجال على فكرة في developers موجودين اسمهم front end developer ui developer ده واحد دوره ان هو يبدأ يزبط الشكل بتاع الويب سايت يزبط الزرائر الاشكال الالوان الكلام ده فدي بنسميها scaling style sheet او CSS فدي تانية تقنية مفروض تعلمها تالت حاجة هي الوحش بتاع الويب جواف سكريبت لغة واحدة من اكتر لغات البرمجة اللي اي حد قرر يتخش مجال الويب لازم يتعامل مع الجواف سكريبت مفيش محايا لان البروزر بتفهمها البروزر بتتعامل معها فبالتالي انا تالت تقنية محتاجة تعلمها هي الجواف سكريبت طبعا في التقنيات بدأت تظهر زي الويب assembly وال placer مش موضوع على دلوقتي ولكن برضو دي تقنيات هدفها ان هي تشتغل على البروزر زي الجواف سكريبت بالظبط ولكن الجواف سكريبت هي واحدة من اهم لغات البرمجة لأي واحد قرر ان هو يخش مجال الويب development بشكل عام يبقى انا لو انا هشتغل front-end developer او مش هشتغل front-end developer انا النهار ده واحد بعمل application فمحتاج ان انا ارسم شكل application او UI اللي اليوزر هيبدأ يتعامل معي عشان خاطر اعمل ده محتاج تلات حاجات اساسية ال html css و javascript طبعا انت غالبا مش تبني حاجة from scratch انت بيبقى في library بتساعدك بيبقى مكتبات بتستخدمها بتساعدك بتجيب template جهزة وبتبدأ تستمايز عليها ولكن عشان خاطر تقدر انت تتحقق اداب نجاح محتاج انك تتعلم التلات لغات دول html css javascript طيب ده كده front end خلاص احنا رسمنا الشكل بتاع website وشوفنا الapplication دوت بقى ليه شكل وشوية بزراير وليه فورما الراجل بيدخل data وهكذا طيب بعد ما data بيبدأ شخص معين انها يدخل ها من خلال UI ايه اللي بيحصل بيجي بقى هنا دور الback end الback end هنا فكرته كلها بقى ده الapplication بتاعي ده الكود ده البيزنس ده المعجنة كلها تبقى موجودة في الback end الback end هو جزء من الweb application بيشتغل على server يعني بيشتغل على server يعني زي ما قلنا انها مش موجودة عندك هو موجود في مكان remote هو موجود في مكان بعيد وبالتالي الapplication ده بيكون موجودة على server طيب السerver ده دوره يعمل ايه دور السerver ده انه هو يستقبل الrequistات من client يعني ايه يعني انا النهاردة راجل فاتح google chrome فانا بعمل اي حاجة على google chrome داخل على ويسايت انا الراجل اللي فاتح البراوزر ده ببعته للسيرفر السيرفر بياخد الrequist ده ويبدأ يعمله processing ويبدأ يresponse للrequist ده يا اما فعلا هو نجح انه هو الrequist او انه هو فشل انه الrequist في كده الحالتين فيه message ترجعلك هتبدأ تظهر لك في front end يبقى back end هو الback end هو الapplication نفسه هو الsystem اللي انت عمل هو الbusiness بتاعك كله بيكون موجود في back end لو انت مثلا خدت مثال زي مثلا الjmail بحب اضرب مثال دايما الjmail انت لما بتخش مثلا بتشوف الاميلات بتعمل scroll مثلا بتجيب ايميل معين لما تclick على ميل معين فيدخلك على details بتاعته الكلام ده بيحصل بتقول للسيرفرات بتاعت جوجل لو سمحت هات للdetails بتاعت الاميل اللي انا ضغط عليه ده فالسيرفر بتاعت جوجل اول حاجة يعمل يشوف هو انت اصلا ينفع تعمل ريكوست ولا يعني انت عامل لوجين ولا ايو انا عامل لوجين فبالتالي انا اخش اشوف الريكوست ده اخش اشوف الfront end الfront end بس هو دور انه عرض الapplication بتاعت الapplication اللي بترن على السيرفر بتاعت بتاعت تبقى للريكوست اللي اللي تعمله يعني ايه بتاعت تاعت يعني انا النهاردة لو بعمل الapplication الapplication ده هدف مثلا انه يعمل لي مجموعة من الحسابات cost estimation مثلا ايه اللي انا بعمل والله تخرج من ال browser بتاعي انا كا client راح على السيرفر والسيرفر ده بدأ انه ينفذ الامر ده طبقا للتعليمات اللي انا كdeveloper ايه الهاله انه ينفذ ها لما يجي الريكوست ده طيب ايه هي اللغات اللي انت تستخدمها مع ال back end اللغات اللغات تستخدمها مع ال back end زي node gs node gs هي javascript برضو بتقدر منخذ ال node gs انه انت تبني back end باستخدام ال javascript طيب في سطر هنا احنا ما اتكلمناش عنه اللي هو فكرة ان السيرفر also authenticate and authorize user requests السطر ده مقصود بيه السطر ده مقصود بيه انه انا كراجل user ببعت request لان احنا لما نيجي نشوف بعد كده اول حاجة هتعملها انك هتروح authenticate نفسك يعني ايه يعني انا عايزة اروح اقول السيرفرات بتاع autodisc اديني صلاحية ان انا استخدم السيرفز ديت طيب ليه تديك صلاحية لان يا فاندم السيرفز دي مش مجانية السيرفز دي بفلوس مش مجانية وبالتالي ما ينفعش انك انت يعني تبقى authenticated على طول طيب امت تبقى authenticated تبقى authenticated بقى لما انت تبقى دفع فلوس واخد credit معينة عشان خطر تبقى تتعامل مع الفرج فدوري بقى انا هنا كسيرفر ان انا يعني قبل ما اشتغل اعمل authentication للريكوست بتاعك اشوفك انت authenticated ولا لا مسموح لك تكلم السيرفر ولا مش مسموح لك تكلم السيرفر لو انت authenticated هبدأ ادخلك على السيرفر لو مش authenticated قولك لا والله روح بقى اشتري الابي اي دي الاول او روح اتفعتمد الحاجة دي وانا بعدها هديك authentication تبدأ انك انت تكمل بيه وتستخدم بالسيرفز بتاعتي فهو ده المقصود بباك اند وهو ده الدور بتاع باك اند طب نيجي البرط تالت وبرط مهم جدا اللي هو الdatabase الdatabase بتاعت الapplication فكرتها كلها ودي اختر جزء اصلا في الapplication ان هي بتستور الdatablication بتعمل ستورينج للدات بتاعت الapplication وبتعمل ستورينج لليوزر الانفورميشن يعني ايه يعني انا النهاردة كمصطفى مثلا في انا على اي ويب سايت في الدنيا انا لقي يوزر نيمو باسورد زي يوديمي مثلا اليوزر نيمو الباسورد بتاعت المتخزنين فيه متخزنين في الdatabase يعني ايه يعني النهاردة انا اول ما بروح اعمل لوجين من خلال الfront end بتاع يوديمي مثلا او بتاع اي موقع ان هو بياخد الريكوست بتاعي بياخد يوزر نيمو الباسورد ويروح يديهم للسيرفر السيرفر يمسك ويروح يصيرش عليهم في الdatabase يشوفني انا موجود ولا مش موجود لو انا موجود خلاص هيبدأ يرد علي ايوة انت اتفضل خش على الوبصائد وشوف بقى انت عايز تعمليه لو الوزر نيمو الباسورد مش موجودين هتلاقي بيعمل راوتنج ويقول لا انت الوزر نيمو الباسورد بتاعك دول مش موجودين او الوزر نيمو هو ده برط تالت وبرط مهم جدا في ايه application مفيش application من غير database كل الapplications في الدنيا بيكون لها database طالما بتتعامل مع data طالما بتستور data سواء زي ما قلنا ان الdatabase دي ممكن تكون في شكل SQL او ان الdatabase دي ممكن تكون في شكل فايلات سواء بقى xml فايل او excel فايل في الاخر في database الapplications بتتكلمها وبتتعامل معها في انواع مختلفة من database حاجة بنسميها الارض بمس SQL اللي هي relational database management system واللي هي اشهر حاجة لها اللي هي macsoft SQL او SQL بشكل عام هو مستخدم SQL يعني هو application برضو بيستخدم SQL لكن اللغة الاساسية اللي كل الارض بمس بتعامل معها اسمها SQL بستخدام SQL SQL او اللي هي MS SQL Oracle نفس الكلام فدي كلها انواع من انواع الارض بمس اللي احنا بنسميها relational database management system النوع التاني حاجة اسمها non relational database management system وده نوع تاني من انواع الdatabase اشهر حاجة اسمها Mongo DB وده دورها اكتر تتعامل مع documents يعني بتعامل مع الفايلات وال documents SQL بتعامل بشكل كبير مع data لكن بتعامل مع فايلات بتعامل مع videos بتعامل مع حاجات تانية غير data فليها انواع تانية من قواعد البيانات بتتعامل معها ولكن الاساس اللي انت عامل معها بشكل اساسي هو فكرة SQL SQL اختصار لحاجة structured query language تقدر من خلال SQL انك تcreate database من نوع RDPM بشكل 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 والفورنكيب. ده مش موضوعنا قوي ولكن هي دي الفكرة بتاعة الارض باميس ان انت بيبقى عندك الداة بشكل تيبولز وتبدأ انك انت تعمل relation بين التيبولز دي و بعضها. فهو ده المقصود بالداتابيس او المقصود بشكل اساسي بالسيكوال داتابيس. يبقى دلوقتي لو فيه اي وبابليكيشن انت قررت تعمله ان السؤال ده مشهور جيدا. دلوقتي حد بيجي يقول انا عايز اتعلم مجال الويب. انا عايز ابقى ويب ديفيلبر. مش عارف اب دائمين المجال الكبير المجال الواسع. لا انت عندك المجال مقصوم لتلات اجزاء. الجزء الاولين. الفرونت اند الجزء التاني. الباك اند الجزء التالي. داتابيس. طبعا فيه وظيفة كده اسمها فول ستاك ديفيلبر وده هو ده اللي يمكن الاكتر طلبة من الشركات. الفول ستاك ديفيلبر هو بيبقى شخص بقى بيقدر يتعامل مع داتابيس. بيقدر يكريات باك اند وبيبدأ يتعامل مع الفرونت اند. حاليا وتحديدا بعد ازمة الكورونا ودي معلومة يعني للناس كلها تعرفها ان الشركات النهاردة بتدور على الشخص اللي ينفع في اكتر من position. يعني ايه? يعني النهاردة انت تشتغل بفرونت اند وتشتغل باك اند وتشتغل داتابيس يعني تعرف تشتغل كل حاجة. فكرة انك انت تبقى عندك skill واحدة او مهارة واحدة بس. لا مش هو دا بيبقى اكتر حاجة او مش هو دا اكتر حاجة الشركات بتدور عليه. الشركات النهاردة بتدور على الشخص اللي هو عنده مهارات كتير بحيث انه يقدر يوظفه في اماكن مختلفة ويبدأ يوظفه في اماكن متعددة فده شخص اسمه full stack وزي ما بتقال ده بيكون اكتر الناس طلبا الفول stack developer. طيب طيب انت بتقول ان في front end وبتقول ان في back end وبتقول ان في detapiers وفي requestات وليلة كده احنا عايزين نفهم الموضوع ده الفكرة بنتابة بساطة ان ال request ده هو عبارة عن action زي ما قلنا. اليوزر بيعمله عشان خاطر يطلب حاجة من السيرفر طيب السيرفر بيعمل ايه السيرفر اول حاجة بيعمل authentication ليه ال request ده. بيشوف اذا كان انت ينفع تكلم السيرفر ولا لا يعني ايه. يعني ما ينفعش انا ما بقاش شخص login مثلا. واروح والله هكلم function معينة جواه برنامج. ما هو انا مش login فبالتالي انا مش authenticated اصلا ان انا خش اكلم السيرفر. فبالتالي السيرفر بيauthenticate وبعدين بيبدأ response علي. طيب تعال كده نشوف الموضوع ده بيتم ازاي. انت هنا لو انت مثلا كبروزر انت هنا كراجل client. يعني ايه client انت بتعامل من خلال براوزر فيه قدامه كان user interface. من خلال ال user interface ده انت عملت action معين. ضغطت الازرار معين. انت عايز تعمل ايه? انت عايز تبدأ تكلم السيرفر. ليه? عشان السيرفر هو اللي يكلم ال database database. طيب بتعمل ده ازاي? بتعمل ده انك انت ده بيتم من خلال حاجة اسمها ال http request. ال http اختصار لحاجة اسمها hypertext transfer protocol. كلمة http دايما انت لو روحت على اي ويب سايت. لو بصيت كده في url. هتلاقي دايما قبليه يا اما http. يا اما قبليه حاجة اسمها https. الفرق ما بين http والhttps الفرق بمنطقة بساطة حاجة يعليه علاقة بالسيكوريتي. ان http request و response بحاجات متشفرة. ال http لا لكن مش ده موضوعنا دلوقتي او مش ده موضوعنا نتكلم عن الفرق ما بين http و ما بين https ولكن ده البروتوكول المسئول هو ياخد ال request بتاعك ويوديلي السيرفر وياخد ال responsiveness server ويرجعه لي ال user تاني او يرجعه لي client مرة تانية. فده اللي احنا بنسميه http request. ده بيتم ازاي? ازاي ما قلتلك انت بتبقى مثلا user فاتح google chrome مثلا بتعمل action على website. ده بيتم ده من خلال http request. ال http request ده او ال request الحاجة اللي انت تلطاها من السيرفر بتروح ياخد ال request ده. زي ما قلتلك اول حاجة بيعمل ايه بي authenticate يعني ايه بي authenticate بيشوفك هو انت اصلا مسموح لك تكلم السيرفر ولا لأ ونوطة دي مهمة جدا وانا بأكد عليها عشان لما نوصل للموضوع بتاع odisk forge هتلاقي ان اول حاجة عشان تبدأ تشتغل مع السيرفيس بتاعة forge انه يقولك ايه لا هو انت authenticated ولا لأ يعني انت ينفع اصلا تكلم السيرفر دي ولا ما ينفعش تكلم السيرفر بتاعتي انا كodisk فأول خطوة بتحصل انه بيبدأ يعملك الauthentication طيب الweb server ده بيعمل ايه انت طلبت حاجة من الweb server طلبت مثلا انه هو يجيب لك say انت بتعمل application الapplication ده بتعامل مع شركة او مجموعة موظفين فانت كراجل دخلت على الشركة كراجل مثلا manager فانت والله عايز تجيب الموظفين اللي وغدين اجازات او الموظفين اللي اجازاتهم مثلا عدت عدد معامل الايام ده request انت طلبتو فالrequest ده ايه اللي بيحصل فيه الفكرة كلها ان الrequest ده بيروح على السيرفر السيرفر بي authenticate طب بعد ما سيرفر ي authenticate يروح ينفذ اللي انت عايزه يبدأ بقى يدور طب بيدور فين بيدور في الdatabase طب هو ما ينفعش اليوزر انترفيس ده يعني مثلا ما ينفعش يقول كروم يروح على طول يكلم الdatabase الاجابة لا ما ينفعش ليه؟ لان اليوزر انترفيس فيه تلات حاجات زي ما قلنا اتش تي ميل و س اس اس ودول مش لغات برمجة وفيه حاجة اسمها javascript الdatabase ما بتعافش تكلم javascript طب بتكلم ايه؟ بتكلم back-end programming language زي ايه؟ زي البايثون زي السي شارب زي لغة من ضمن لغات البرمجة اللي بتشتغل على الback-end مش بتشتغل في البروزر بس فدي اول حاجة فبالتالي انت كيوزر هتروح تعمل حاجة على السيرفر وبعدين تبدأ انك انت تاخد الداتا السيرفر مش هيكلم البروزر اما للسيرفر هيعمل الdatabase النقاسف مش هتكلم البروزر اما للداتا هترجع الكلام ده مرة تانية للسيرفر ومن خلال ال-http response هيبدأ ياخد الـ response بتاع السيرفر ده ويرجعه لليوزر مرة تانية ويرجعه لكلينت مرة تانية السيميوليشن بتاع الـ request اللي بيحصل ده هو هو نفس اللي هيحصل مع odisk-forge بالزبط ان انت في forge برضو انت عايزت حاجة من السيرفر زي بتاع ToDisk فانت بتنفيذ request السيرفر بيروح يشوف الـ request دوت وبالتالي يروح يرد عليك response مرة تانية هو هو نفس الفكرة فعشان كده بنقول او في اول محاضرة خالص قلنا ان الفكرة بتاعت forge كلها عشان تتعامل معها الموضوع سهل جدا حاجة انا بقولها odisk-forge هو اسهل كتير من من Revit API واسهل من AutoCAD API واسهل من الكلام ده كله ولكن هو ليه كم من pre-request لازم انت تحققها يعني انت تكون عارف web كويس لازم تكون عارف front-end اللغات البرمجة بتاعتها back-end database تكون فاهم الدنيا ديت وقتها هيبقى forge بالنسبة لك موضوع سهل جدا خصوصا كمان ان هي odisk الفترة دي مهتمية بي والdocumentation زي ما هنشوفها منظمة بشكل كبير وسهل ان كانت توصل لها لمعلومة ده كده بشكل مبسك جدا فكة الـ request ازاي انت لو راجل فتح من براوزر وبتتعامل مع web او بتعمل web application الدنيا بتمشي ازاي والrequest والresponse بيمشي معك ازاي طيب عايز اكلمك عن حاجة برضو كده حاجة اسمها authentication والauthorization الكلمتين دول مهمين جدا تيما جاد الweb الـ authentication معناها انا بس ألك كده who are you انت مين يعني ايه يعني انا النهارده زي ما انت شايف كده قدامك انا ادخل user name ومدخل password وبعمل login لو السيرفر اتعرف علي طب والسيرفر اتعرف علي ازاي انا من هنا لما بدوس login او بدوس على زرار معين باخد بروح request للسيرفر السيرفر بيشوفني انا authenticated ولا لا دي اول حاجة وبعدين يبدأ يروح يدور على ال data بتاعدي في database اه لأ ال user name ولا الباسورد وبالتالي يبدأ يرجع response ان انا شخص authenticated ففاجرة authentication معناها ايه معناها ان انت ينفع تكلمني ولا لا انت مسموح لك اصلا تكلمني ولا لا دي فاجة authentication طب ال authorization طب خلاص انا سمحت لك انك انت تتكلمني مسموح لك تعمل ايه يعني ايه الكلام ده يعني انت النهاردة لو انت دخلت على ويب سايت اي application في الدنيا بيبقى في حاجة اسمها level of authorization يعني ايه يعني انا النهاردة لو انا بعمل ويب سايت ويب سايت ده مثلا بعمل من خلاله tracking system التراكينج system ده ده application انا عامله انا الشركة انا اللي عاملها وفيه ناس بتبدأ تتعامل مع ال application ده اليوزرز اللي عاديين هيشوفوا ال application عادي بشكله الطبيعي لكن انا كراجل admin او انا كراجل administrator لا انا لسا لحيات اكتر انا اقدر اشوف حاجات تانية في الويب سايت ففكرة ال authorization بمنطقة بساطة ان هي بتبدأ تقسم يعني ايه بتبدأ تقسم يعني بتبدأ تقولك مين مسموح له يشوف ايه بالمنطقة البساطة ففكرة دي ال authorization فاي ويب سايت انت بتعمله بيكون عنده level of authorization يعني انا النهاردة فيه شركة بتيجي تقولي تعالى اعمل لي application وفيه forge وفيه كل حاجة السؤال بقى دلوقتي هل انا النهاردة ال employee العادي اللي في الشركة بيبقى دي صلاحيات زي المانجر بيبقى دي صلاحيات زي ال owner اللي جابة لأ كل واحد في الويب سايت لي level of authorization معين لكن التلاتة دول او التلاتة انواع دول ما لهم authenticated يعني authenticated يعني التلاتة دول خلاص عرفوا يكلموا ال application عرفوا يكلموا الويب سايت فدي الفكرة ال authentication بمنطقة بساطة معناها هو انت مسموح لك تكلمني ولا لأ طب انت خلاص authenticated ففيه level تاني اسمه authorization مين يشوف ايه او مين يعمل ايه على الويب سايت فهم دول يعني دول الفرق ما بين كلمة authentication وما بين كلمة authorization واي ويب سايت في الدنيا انت بتعمله بتعمل في المرحلتين دول فكرة ال authentication والفكرة التاعة ال authorization مين يشوف ايه طيب تعالنا نتكلم كده سريعا كده عن حاجة اسمها ال cloud computing ال cloud computing خلاص ال cloud يعني ايه يعني احنا بيكون عندك ال applications بتاعتك مش على الجهاز بتاعك بتكون موجودة على servers والموضوع دي احنا غطناه بشكل مفصل في المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة اللي قبلها ال cloud computing لو انا هرجعه لك بسرعة كده فكرته كلها ان انا بقدم لك مجموعة من ال computing service يعني ايه بقدم لك مجموعة من ال computing service يعني بخليك تأجر server-out بمعنى يعني النهاردة انا شركة عندي السيرفرات بتاعتي وعندي administrators بتوعي طيب السيرفرات دي بتكلفني وسيرفرات غالية ومش رخيصة وانا ممكن اكون مش محتاجة ان انا اجيب سيرفر عندي في الشركة مثلا اللي ماكو صوفت وتقول لها انا عايز اشتري من عندك سيرفرات مش بتشتري سيرفر انت بتأجر حاجة بتقوله والله انا عايز كأنك بتقوله انا عايز جهاز كمبيوتر بمواصفات معينة يكون والله النامات قد كده الهارد قد كده البروسيسور ساعدته قد كده بتحدد المواصفات اللي انت عايزها وبتأجر السيرفر فده نوع من انواع cloud computing طيب انا دلوقت برفعه النسخ بتعمل معاي زي مثلا بيم 360 بيم 360 بمنطقة البساطة هو عبارة عن software هو بيقولك هم بيقولوا كده ان بيم 360 هو عبارة عن construction management software فده برضو نوع من انواع cloud computing عشان لخاصلك الكلام ده ويبقاش في لغباطة cloud computing بتكون ايما على ثلاث اجزاء اساسية حاجة اسمها الـ SaaS او software as a service الفكرة هنا ان انا كشخص بتعمل مع cloud application اي ان كان نوع cloud application ده زي مثلا Udemy Udemy ده موقع كورسات انت بتعمل مع اي بتعمل مع software هو هل Udemy ده software ايوة Udemy software software بيشغلك مجموعة من الفيديو هاي بس قبل ما اشغلك الفيديو بيعمل اي بيديك authentication بياثنتيكاتك الاول يعني ايه يعني شوفك اصلا انت ينفع تشوف يعني ينفع تخش على Udemy ولا لا ايوة قدرت اخش على Udemy يبدأ بعد كده يشوف ايه بقى الكورسات اللي انت مشترك فيها ويبدأ انه يجبها لك فده software انت Udemy بتخش عليه من اي لابتوب من اي جهاز كمبيوتر في البيت في الشغل من موبايل من اي حاجة بتقدر انك تخش على software فده النهارده محتاجة بمصافات معينة فبروح والله لامازون مثلا امازون عندها حاجة اسمها امازون ويب سيرفز او بروح لمايك صوف امازون 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 ويب سيرفز بروح اتلب منهم infrastructure بأجر منهم الinfrastructure عشان خاطر ابدأ ان انا احط عليها applications بتاعتي فده نوع تاني من انواع cloud computing service النهارده التالت حاجة اسمها platform as a service ان انا هنا platform as a service ده بكلم بديفلوبر فانا مثلا اما بخش على Microsoft Azure ده عبارة عن platform بقدر من خلالها ان انا اعمل deployment بقدر من خلال ان اعمل testing بتاعي بقدر من خلال ان اعمل حاجات كتير فده اسمه platform as a service مين اللي بيقدمه بتقدمه والله هما النوع الاولان اللي هو السايز software as a service لكن النوع platform as a service ده بيكلم اكتر developer الصورة دي هتوضح لك الموضوع اكتر الاس او infrastructure as a service لأ انا عايزة اقجر server عايزة اقجر storage فانا هنا بكلم بين مين بكلم بالinfrastructure architects بكلم بين الناس اللي بيبدأوا يعملوا الinfrastructure اللي applications بتاعتنا تستخدمها طيب الpaus او بنسميها platform as a service او انتها هتقجر server هتقجر storage وnetwork وكمان operating system تبدأ تشتغل عليه او ان انا اديك application تقدر من خلاله انك انت تعمل حاجة معانا زي مثلا انا من خلال Microsoft Azure بقدر اعمل testing للweb applications بتاعتي فده اسمه platform as a service طب هو انا بيكلم مين او انا بيكلم بيكلم software developer واحد داخل يعمل حاجة معانا واحد داخل بي develop application والplatform ده ميديله مجموعة من التولز اللي تساعده النوع التالت اللي هو الساز اللي هو قلنا المهانسين بتعاملوا معا بشكل كبير اللي اسمه saz او software as a service وده بيكلم بالend users وده اللي الشركات بتطلبه يعني انت النهارده لو a-task forge developer او انت راجل developer يعني وشغال في تطوير تطبيقات forge معظم application بتطلب منك بتكون من النوع ده بتكون من النوع ال-saz او software as a service ده كده ملخص صريح جدا ل cloud computing principles والservice اللي انت تقدر تاخدها من خلال cloud computing طيب خلنا نبدأ نتكلم عن بداية التعامل مع forge اول حاجة هالذين نتكلم عنها هي ايه هو المقصود ب web api what's web api الweb api stands for application programming interface كنا كلمنا قبل كده على الفكرة بتاعة الapi وان الapi هي application programming interface طب ايه بقى الفكرة في الweb الفكرة كلها ان هي api ولكن بتشتغل من خلال الweb بمنطقة البساطة اللي في الدنيا هو ده المقصود به الweb api الweb api بتستخدم عشان خاطر ان احنا نعمل من خلالها http based service يعني ايه بمنطقة البساطة انا النهاردة لو عايز اعمل application الapplication ده يشتغل والله على mobile يشتغل على desktop يشتغل على web هعمل الكلام ده في في الاخر بالنسبالي الموبايل الdisketop الweb هما front-end application طيب الdatabase بتاعتي خلاص هي database واحدة طيب الserver side application الapplication اللي انا بعمله ده هبدأ اخرج منه الdata في شكل api فوالله لو mobile application ده قدر يكلم api بتاعتي هياخد منها الdat لو web application قدر يكلم api بتاعتي هيقدر الdat عشان كده forge هو عبارة عن مجموعة من api يعني autodisc قلت لك كل التطور اللي احنا عملناها والحاجات اللي احنا عملناها والapplications والكلام ده كله هنحول لك في الاخر لشكل api ونقول لك خد استخدم lapi d في الapplication بتاعك بمعنى يعني انا النهاردة انا واحد عملت application لشركة معينة فمثلا محتاج الviewer محتاج 3D viewer مش شرط ان انا اروح اديفلوب 3D viewer وان اروح اعمل viewer جديد واجيب بقى team بتاع graphics وكمبيوتر graphics وعمل viewer بتاعي طيب ما اروح ان انا والله الاشدسك اقول لها طيب ما تديني الviewer بتاعك يعني اسمحيلي ان انا باستخدام lapi بتاعة الفرج استخدم الviewer بتقدر انك انت تتعامل معها في الابليكيشن الweb api زي ما انت شايف كده بالمنظر ده انا النهاردة واحد مسك مثلا mobile application كfront end ببعت حاجة اسمها http request الطيب مين بيستقبله بيستقبله والله السيرفر بيبدأ السيرفر ياخد الكلام ده ويعمل بروس بس خلي بقى من حاجة هنا هنا لو السيرفر نجح بيرود برسبونس وهنا لو السيرفر نجح بيرود برسبونس فبص كده ادي http request جاي من web application وادي http request جاي من mobile application واللاتنين دول بيكلمون من web api طيب لما حصل response الresponse رح رجع فبالتالي هنا حصل http response وبالتالي هنا حصل http response انا حاجزك بقى محاضرة بتاعة live c json هنشوفها النهاردة ان شاء الله ولكن دول اشكال من ال data يعني هو هنا رد بايه هو هنا رد بdata يعني لما جيت في mobile application بتاعي طلبت حاجة معانا من server server رد علي data mobile application بقى بيكون متبرمج انه هو ي consume data اللي السيرفر بتاعك ده رد عليك بيها ويبدأ ازرارك في front end ونفس الكلام بالنسبة الweb application نفس الفكرة بالظبط الweb application بيبعت request في هنا server السيرفر بيرد بresponse الresponse بتاع السيرفر ده بيكون في شكل ايه ياما json ياما xml ودول اشهر format سي بتستخدم طب الjson والxml زي ما شفنا في الاخر هو بيرد ب فهنا لاحظت حاجتين اما json واما xml يعني ايه json وxml هي data انا بنق ال data في شكل json او ان انا بنق ال data في شكل xml لو هتلاحز هتلاقي نفس الموضوع ده هو اللي متطبق في الifc الifc بمنطقة البساطة قالك انا بشيلي ال data بتاعت الموديل جو xml والله يبقى حضرتك تروح تفتح الفايل بتاع الifc ده والله عالسب انا هروح اكونسيوم ال data من الifc واعمل لك rendering واخد data واشتغل بها هتروح ان انت تكونسيوم الفايل بتاع xml ده والله في الريفت او او اي برنامج تاني برضو نفس الكلام انا هروح اكونسيوم منه data انا متبرمج ان انا اخد منه data لكن لما تعمل export انت صدرت ال data هتعمل لها بقى consuming ازاي هي دي بقى النقطة اللي احنا بنبدأ نتعامل معها هو نفس الكلام بالظبط بالنسبة الweb api هو الكلام مش بعيد عن بعض هو الكلام هو هو على فكرة نفس الكلام بالظبط بالنسبة الweb api حضرتك بتطلب data من السيرفر السيرفر بيرد عليك بdata انت بقى بتاخد data ديت وتبدأ تعمل لها consuming في الapplication بتاعك هو ده الفورج سيرفز بتقدمها لك بالظبط انك انت بتروح تقول للفورج مثلا او بتروح تكلم السيرفرات بتاع اهدسك تقول لها انا عايز استخدم الviewر فبالتالي الviewر ده ده عبارة عن ايه عبارة عن سيرفز من اللي بيقدمها لك اهدسك فانت بتروح تعمل request وبالتالي هو يرد عليك response تبدأ انت تكونسوم الكلام ده في الapplication بتاعتك دي الفكرة بالنسبة الweb api سؤال انا تسألتوا كتير جدا من الناس بدأت في المجال دوت او بدأت تاخد فيه خطوات طيب الفرق بين json والxml اللي اتنين عبارة عن text-based او اتنين عبارة عن text فكرتهم كلهم انهما سهل server السيرفر ده شال data بتاعت مجموعة موظفين انا باستخدام web browser تخلت والله على web application وطلبت ان انا عايز مجموعة employees او انا عايز مجموعة الموظفين السيرفر هيرود عليك السيرفر هيرود عليك بالشكل ده السيرفر هيرود عليك بشكل json فايل ده فالjson فايل ده اسمع json هو عبارة عن object طبعا الكلام فيه جزء كبير programming وانا عارف ان الناس هو مش programming ولا حاجة بس ممكن تكون فيه مصطلحات جديدة الناس اول مرة تسمحها فممكن ان تكون مصطلح يعني شايف الموضوع صعب لكن الموضوع اسهل مما انت تتخيل الموضوع سهل جدا 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 بس لو انت عرفت بيز بتاعته هيبقى الموضوع سهل ولكن في الاخر خلينا نبدأ يعني نحاول نكمل مع بعض كده add json data اللي بتجيلك انت بتروح والله للسيرفر تقول للسيرفر ده هاتلي مجموعة الimpleways دول فالسيرفر بيبدأ يرد عليك يقولك والله بص add الimpleways دول هيجولك في شكل مصفوف ادي الفيرست نيم بتاع الموظف الاولاني والفيرست نيم بتاع الموظف التاني والفيرست نيم بتاع الموظف التالت وهدي last name والlast name والlast name شايف انت الشكل ده كده دي json data اللي جات لك طب لو الصرف الرد عليك بxml هيرد عليك بxml بالمنظر ده المنظر ده بفكرنا بشكل xml اللي احنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت بتاع الifc برضو كان xml فالxml برضو هي تقدر انها جانت تستخدمها عشان خاطر تنقل بها data سواء بين softwares وبعضها او سواء بين الweb site والclient application وبين back in the application فتقدر برضو تستخدم في xml بس في الweb application بتستخدم اكتر json عشان هي اسهل وكمان سهلة جدا بالنسبة للجيفا سكريبت الجيفا سكريبت بتتعامل مع json بشكل كويس جدا احسن من xml بكتير وبالتالي هي اللي بتكون مصنعها بشكل اساسي هتلاقي انت فرج معتمد على json بشكل كبير هنشوف ان شاء الله في الكلام هتلاقي ان فرج معتمد على فكرة json بشكل كبير فانت لو شفت حاجة بالمنظر ده الكلام ده بنسبلك تلاصم لكن هو موضوع سهل جدا الفكرة كلها هو عبارة عن api رجع data دي في شكل json fire انت بقى بتاخد ال data ديت عندك وتبدأ extract منها هنقول الفكرة كلها في data بتعمل data transfer وابدأ اعرضهم لك في front end ده json وده xml يعني الاثنين عشان خاطر نريسيف data من الويب server طيب انا لو بشتغل هلأ درار تحكم في الموضوع ده اه تقدر بس يعني خلينا اقول لك الفروات بين json والxml ولكن في الاخر في التعامل مع الويب applications بشكل جبير هتتعامل مع في الفترة الحالية هتتعامل مع json بشكل جبير جدا طيب json الفكرة كلها بتتبقى موجودة بشكل هيراركي يعني هيراركي يعني values جواها values يعني ايه يعني رجع معا كده بص كده انا والله عندي value جواها value اسمها first name او انا كنت ممكن اعمل name واقول name ده جواها first to last فبالتالي هي بتاع المبدأ الهيراركي طيب employees لو انت مسكت employees ده تجرب تخش جيب first name اول موظف والfirst name موظف والfirst name اللغات البرمجة سواء C sharp تتعامل مع json سواء C sharp تتعامل مع xml برضو ده اللي تبدأ انك انت تتعامل معهم باستخدام برمجة كتيرة جدا يعني اللي اتنين في حاجة في javascript اسمها xml http request فتقدر انت تفتش ال data يعني تفتش ال data يعني تقدر انت تجيب ال data وتعمل لها consuming باستخدام xml http request طيب لكن في منه مشوات اختلافات ان json ما فيش end tags يعني اي end tags تعال نرجع ونشوف هنا في xml بص انت عامل opening tag اسمه employees و closing tag اسمه employees هنا json ما فيش الكلام ده هو عبارة عن object بيجيلك وخلاص فنفس يعني فنفس الفكرة هنا ان بنقول ان json ما بتستخدم ال end tags اللي بتستخدم ها xml json shorter اقصر كتير من xml كمان json سهلة جدا ان انت تقراها وسهلة جدا ان ان تكتب json عشان كده بنقول ان في فترة الحالية كل الو بيجيشن بترد او رسبونس بتاعها بيكون من خلال json json بتستخدم فكرة arrays ودي حاجة مهمة جدا وبصلا مع لغات البرمجة زي javascript اللي هي بتقدر تتعامل مع json زي ما قلنا بشكل كبير جدا طبعا انا استخدم ايه يعني بمنطقة البساطة الافضل اللي تستخدمه اللي هو فكرة json زي ما قلنا ليه عشان خاضر json ده التعامل معه بيكون مع javascript سهل جدا و يعني بمنطقة بساطة javascript بتتعامل معه بشكل افضل من ال xml وفي الاخر عبارة عن object انت بتعمله consumer طيب هل انا بفضل json عشان javascript الاجابة ايوة javascript الوقت هي زي بتقال كده بيسموها لغة الويب هي واحدة من اكتر لغات البرمجة front end لا انت ممكن تعمل back end application زي اللي انت بتعمله بال c sharp بتعمله بال javascript ده غير كمان javascript تستخدم في cross platform mobile applications يعني تقدر باستخدام javascript تعمل mobile applications يعني cross platform يعني بيشتغل على apple بيشتغل على windows بيشتغل على android بيشتغل على اي حاجة من الحاجات دي فjavascript لغة برمجة قوي جدا ولغة برمجة powerful جدا عشان كده انا بنصح اي حد ناوي يتجه لمجال بتاع الweb انه هو يكون قوي جدا في javascript javascript لغة برمجة واحدة تقدر تعمل بها front end application تقدر تعمل بها back end application تقدر تعمل مها cross platform mobile application وده من الحاجات اللي فرص العمل بتاعها متاحة بشكل كبير جدا حتى لو انت بتتعلم حاجة عشان خاطر تشتغل as freelancer او تاخد project as freelancer فهتلاقي المشاريع بتاعت الموبايل منتشرة وموجودة بشكل كبير جدا والjavascript حاليا يعني من الحاجات اللي الشركات بتطلبها لان الفكرة كلها انت بتكتب application بتاعك مرة بلوخ two teams بيعملوا support لا هي لغة برمجة واحدة وتشتغل على two platforms طبعا الموضوع في تفاصيل تانية كتير ولكن الjavascript فعلا لغة powerful جدا 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 انا منصح اي حد ناوي يخش مجال ويب يهتم جدا بالjavascript انت ممكن بس بالjavascript تشتغل full stack front end وبack end عشان كده بنقول ان الjavascript التعامل مع json بشكل افضل فعشان كده هي اكتر حاجة بتكون مفضلة في النقل وفي الترانسفير بتاع ال data فانت بشكل اساسي لازم تبص على json تبص على شكل ال data الموجودة في ال json هنبدأ دلوقتي باتتكلم عن off disk forge ولكن انا اقف ديئة وابدأ اشوف الاسئلة بتاعت الناس بس لو حد عنده سؤال في الجزء اللي فات او حد عنده حاجة مش واضحة وبعدين نبدأ نكمل فيه off disk forge ان شاء الله يعني عشان بس يبقى الموضوع فيه two way communication كبه سلام عليكم اي حد عنده يسأل يعني بس رأس همت بش منتس كريم تفضل سلام عليكم اي حد سؤال بس انا من سمع كويس طيب كذا كويس او اتفضل بخصوص الابليكيشن اللي بتتعمل بتتعمل بتكنولوجيا cross platform هل بيكون الاداة نفس الاداة انه لو اتعامل انه لو تتعامل انه لو تتعامل انه لو تتعامل اندرويد بس او ابل بس ولا يعني اللي كانت اداءهم اللي كانت اداءهم لا لا الناتف احسن كتير والبرفورمانس طاعة اقوى كتير بس هوا الفكرة النهارده الابليكيشن او الموبايل نفسها اجل اجهزة تحت الموبايل نفسها التوارب بشكل كبير ففرق البرفورمانس انت مش هتلاحظه الا لما يكون الابليكيشن ضخم جدا ومعقد وكمان معظم اللوجيك بيتم في الباك اند مش بيتم على الموبايل عندك يعني معظم اللوجيك والبروستنج العالي بيتم في الباك اند انت بالنسبة لك الموبايل هو شي جاست حاجة فور فيوينج زيه زي جوجل كروم كده بتعمل فالفرق في البرفورمانس انت مش هتلاحظه بشكل كبير قوي يعني يعني حتى لو بتبص على المركة النهاردة معظم اتطلب اكتر على الرياكت نيتيف وعلى الكروس بلاتفورم بشكل كبير لكن ده مش معناه ان النيتيف مش كويس لا بس الفكرة انت في معظم الابليكيشن اللي بتستخدمها او معظم الابليكيشن اللي معظم شركات عايزاها مش محتاجة انت بقى نيتيف يعني فعشان كده ماتحدث يعني الويب مش ضعب موبايل يوم تزير و الويب و الويب لكن الاثنين سواء الويب او موبايل ممكن يكلموا نفس السرفر عادي او disconnect او او متى معتمد إن فيه سيرفر بيعامل هو تلكيليشن 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 هيا لو أنا معتمد أن الموبايل نفسه لا ورائكت نيتيف يعني لو كانت عنرائكت نيتيف لأن أنا عارفها لا هتبقى كويسة جدا وهتاخد منها تلكيليشن مش محتاجة أكتر من كده إلا بلا بيبقى لابدكيشن ضخمة قوي يعني ودي حاجات بتبقى الليفل بتاعها هي الرائكت نيتيف يكفي قولك إنها يعني فيسبوك مثلا بتستخدمها في تطبيقات كتير تلاقي فيسبوك نفسه بتستخدمها بتستخدمها في إنستجراب بتستخدمها في أبليكيشن أصلا تقيلة مش محتاجة أكتر من كده عشان كده أنا بكلمك كماركت كماركت كسوق معظم الطلوات النهاردة رائح أنا حتفكرة الكروس بلاتفورمو وتقناب بتاعتها أشهرها بقى جرس جدا زي ما احنا بنتكلم ليه بتستخدم بشكل أساسي تمام كده تمام كده ماشي حد عامت سؤال تاني تمام شوان طيب احنا الاولاني دوت قرب بحاول قدر إمكان ما بقاش الموضوع فيه يعني تطوير بشكل كبير بس يعني أنا زي ما عايز أغطي أكبر قدر من المعلومات الاولاني ده احنا نقاش نفي بس كده شوية برينسبلز عشان خاطر لما نيجي نتعامل مع الفورج نبقى فاهمين احنا بنقول ليه او نبقى فاهمين المصطلحات طيب فورج ده عبارة عن ايه؟ فورج بمنطقة البساطة هو عبارة عن بلاتفورم بيوفر لك مجموعة من ال ابي ايز يعني ايه ابي اي؟ احنا رسا قالين في السلايدز اللي فاتي ال ابي ايز بمنطقة البساطة ان انا بروح اكلم سيرفر معين السيرفر اللي انا بروح اكلمه ده بيرد علي برسبونس بيرد علي الديتا بكلم من خلال ايه؟ من خلال ابي اي فبالتالي والله اوزو ديسكي بتقولك انا هديك مجموعة من ال ابي ايز تستخدمها لو انت عايز تعمل حاجة معينة والسيرفر ابي عايز ترد عليك زي ايه؟ زي الريفت هو انت النهاردة لما بتروح تتعامل مع الريفت ابي اي مثلا باعتباره واحد من اشهر البرامج اللي عليها بلاجينز وكاستمايزيشيات ال ابي اي بيعمل ايه؟ ال ابي اي فكرته كلها ان هو بروح يكلم الابليكيشن نفسه بيكلم الكود بتاع الابليكيشن نفسه هو نفس الكلام اللي بيحصل في الفورج فالفورج طبعا الناس اللي ممكن في الاول تتحسل او ديسك فورج ده حاجة صعبة جدا والله او ديسك فورج ده اسهل من الريفت ابي اي وانا دايما بقول كده وهو سهل جدا بس الفكرة ان هو ليه بريريكوزيت شوية اسعب من الريفت الريفت انت سي شاربه وخلاص يعني مش محتاجه كتر من كده سي شارب ويندوز فورم ودابلي بي اي ف وخلاص خالص الموضوع فورج فكرته كلها ان هو بيستخدم علشان خاطر تاخده جواب ابليكيشن اصلا فالريريكوز بتاعته لكن هو سهل جدا هو في الاخر ما هو اللي عبارة عن مجموعة من ال ابي اي والسيرفيس انت بتستخدمها بتساعدك انك انت توصل للداتا بتاعتك وزي ما هنشوف مجموعة السيرفيس المختلفة اللي احنا ممكن نعملها باستخدام او ديسك فورج طيب فورج يعمل ايه فورج بيديلك different types of service طب ايه السيرفيس اللي بيديها لك اول حاجة فورج بيديك حاجة لكن لهذا هو اهستخدم او يعاني يعتبر واحد من اشهر الكلوب الموجودة في فورج عند ان اتخاذ كيف نعمل ونجاه من الكلب بس ذو انه يعتبر واحد من اشهر الكلوب الموجودة في اوضدسك فورج اللي تقريبا انا حماب اتكلم عن tech group انا التي اج membership لها تليم ايه اتي بالшركة ربما ايجاب ايه ايه امتحال ان تتأعرض توصل مع استخدام luck طيب انا بعمله وبابليكيشن وبنضبك كل حاجة. طيب الفيور هنعمل ايه؟ الفيور يبقى انت محتاج جرافيكس. ومحتاج تعمل بقى كاستوم سليوشن كده عشان تعرض له سريدي موضل بتاعه. طيب انا بدل ماعمل ده بعمل ايه؟ بروح والله لفورش. بس دايما ده مش احسن حل لان فورش بفلوس. هو الراجل برضو مش عايز حاجة يدفع عليها ليسنس كل شوية. او يدفع بالشهرة. او يدفع بقية طريقة تانية. يعني فورش عامده طريقة كده مختلف في الحساب بتاعه انه بيقول لك انا بدي كريدتس اشتري كريدتس. يعني يشتري كريدتس. يعني والله يقول لك الميت دولار دول بميت كريدت. حلو. انا دلوقتي بقى معي 100 كريدت. انا كشخص اشتريت من فورش 100 كريدت. يقول لك مثلا لو انت عايز اعمل لك حاجة معينة. يعني هشرح لكو كمان شوية. بس مثلا بحسبك بالريكوست. يعني انت مثلا لو انت معاك فاير ريفيت. وعايز تاخد فاير ريفيت ده. وتعرضه في الفيور. اه والله يخصم منك والله واحد ونصف بوينت. طب لو في فايل بتستخدم معات زين أوتوميشن ABI والله هيخصم منك اتنين كريدت فهو بيحسبك على كل حاجة بتعملها فبالتالي لو انت شركة وعندك موديلز كتير وموديلز دي فيها أبديت يعني أبديت بشكل كبير جدا فرجي بالنسبة لك يبقى مكلف. مش أحسن حال لكن لو انت عندك الموديلينج أو الفيور اللي انت محتاج تستخدمه يعني مجرد حاجة في الفيوينج أو انت تعمل فيو ومتإمباد الكلام ده جوه أبليكيشن معين فبالتالي فيوور هيكون حل مناسب ديك ومش محتاج انك انت بتطور custom solution أو انك انت تروح دور على حل عشان خاطر تعرض الـ 3D موديل بتاعي بس دي برضو يعني دي مش الميزة الوحيدة بصراحة يعني أوسو ديسك بالنسبة للمنتجات أوسو ديسك مثلا الفورج ده أو الفيور بتاع الفورج غالبا بيكون أفضل حل. ليه؟ لأن لو انا عايز اعمل فيوور في الأبليكيشن بتاعي يعني 3D Viewer بعمل 3D Viewing لموديلينج لو من غير فورج أنا مرتبط بحاجات معينة. يعني مثلا يا إما أنا محتاج الـ Geometrical Data ديت هتلحها في IFC فبالتالي وقتها هبدأ أن أنا بقى أشتغل على IFC واخدت منه وأشتغل على دوته ديت أو أن أنا أطلع الـ Data بشكل زي GLTF أو شكل OBG كلام ده ممكن يعني يكون يحتاج بيه شوية الناس بتوع عمارة وكده بس يعني أنك محتاج تطلع OBG أو محتاج تطلع الـ GLTF ومرضو ما بتبقاش بالقوة قوي اللي بتاعة الفيور بتاع فورج ففورج على مين بقى حاجة حلوة جدا في الفيور روج يقول لك ريفت يعني لو أنت معاك الفايل بتاعك RVT أنا أعمل له موديلينج لو أنت معاك الفايل بتاعك مش عارف AutoCAD أعمل له موديلينج يعني أي امتداد من الامتدادات اللي أوس ديسك تتعامل معاها بمنطقة البساطة فورج بقى تتعامل معاها طب هل أنت كالتعامل معاها اليجابه لأ ليه لأن الفايل RVT زي ما كنا عارفين يعني ما تدرش تفتحه ما تدرش تشوف شكل الداتا جواهة عملة ازاي لكن تقدر بنخلال الفورج إنك أنت تتعامل مع الـ RVT على طول لكن لو مش بستخدم الفورج فيوور لا والله وقتها لازم بقى روح آيف سي أو جيل تي إف وأبدأ ألف حواليه نفسي عشان أخد فورمات ينفع إن هاء يتعرض على الويب فده أول خدمة من خدمات أوف ديسك حاجة اسمها أوف ديسك فورج فيور ده اللي يعني اللي هنبص على الدوكيومنتشين بتاعته النهاردة تاني حاجة حاجة اسمها أوف ديسك فورج فيور أوف ديسك فورج بيمتو 262 API نفس الكلام بزبط هو API أوف ديسك عامله بتساعدك انك انت تتعامل مع البيتو 262 وان انت يعني تكستمايز عليه أو تإنهانس منه بشكل كبير بلو تقدر تعمل ده باستخدام البيتو 262 API ولكن يعني من تقلوبة زي ما بقولك الموضوع لسه جديد أكتر الحاجات اللي بتطلب هو البارت الأولية ده بتعمل الابليكيشن عايز تحط فيور جوه الابليكيشن بتعرض فيه 3D model فببقى أول اوبشن بتاعك أو أول الحلول اللي هو أوف ديسك فورج فيور في حاجة تانية اسمها أوف ديسك فورج ديتا مانجمينت API شارده ده جزء خاص بالتعامل مع البيتو 262 فيه حاجة تانية مهمة جدا اسمها أوس ديسك فورج فيور أوس ديسك فورج موضل دريفاتي في ابي اي الموضل دريفاتي في ابي اي كلام ده كله احنا هنشوف في الدوكومنتيشن نفتحه مع بعضه هنشوف وانا بس بديك عنه أوفر فيو كده الموضل دريفاتي في ابي اي الفكرة كلها الويب اللي ما بيجي يتعامل معه حاجة يعمل لها فيوينج هو بتعامل من خلال تقنية اسمها الويب جي إل أو ويب جرافك سلاي بريت وبالتالي هو ليه حاجات معينة وحاجات ستاندرد دي بس يقدر تتعامل معاها يعني مثلا البراوزر اللي لست جوجل كروم ده هو بالنسبال له فايل RVT ده ولا حاجة هو بالنسبال له فايل مجهول ما يعرفش تتعامل معاه طب من عايزة عامل 3D model يعني انا عايزة ااخد 3D model اللي جهه فايل RVT ده اعرضه على جوجل كروم جوجل كروم بيفهم ايه او اي براوزر بيفهم حاجة اسمها ويب جي إل ويب جرافك سلاي بريت لان الويب جي إل دي هي اللي بتبدأ تتكلم مع كارت الشاشة بتاع الجهاز بتاعك عشان تعرض لك 3D model طيب فبالتالي هنا بقى فيه مشكلة فايل RVT بتاعك او اي فايل انت مخرج من اي برنامج ماينفعش يتعرض على الويب داريكتلي طب اما الان ينفع لأ اصل الويب ده عشان تعرض على 3D model فوالله فيه فورماتس معينة احنا ملتزمين بيها زي الOPG زي الGLTF زي حاجة اسمها SVF ودي الوديسك تشتغل بيها بشكل كبير اللي هي حاجة اسمها Scalable Victor Format طيب يعني معنى كده ان انا هاخد فايل RVT ده وحوله لفورمات تاني اخد الفورمات ده اعرضه على البراوزر طب اعرف اعمل الكلام ده منين اعرف اعمل الكلام ده من خلال الموديل دريفتف اي بي اي من خلال الموديل دريفتف اي بي اي تقدر انك انت تاخد فورمات معين وتحوله لفورمات البراوزر بتاعك يفهمه ووقتها ده تبدأ تارضه على الفيور طب الكلام ده بيتم ازاي request to response اللي كنت نتكلم عليهم من شوية فكرة كلها انت هتعمل request انا يعني هوريك الكلام ده تعمله ازاي من خلال الدكومنتيشن ولكن انا بديك مثال عام دلوقتي هتعمل request والله هتاخد فايل RVT ده طب رايح بعته لالسيرفرات بتاعت اوديسك تقول لهم لو سمحت اخدوا الفايل ده حولهولي لفايل ينفع اارضه على الويب فبالتالي هم هتبعت الفايل هتعمل upload للفايل الفايل ده هيحصل له transpilation او هيحصل له derivative هيتحول لنوع فايل تاني الويب بتاعك يقدر يفهمه عشان خاطر تقدر تعرضه as a 3D model فده باستخدام الموديل derivative API فحتى الناس اللي بتتعامل مع بيمدو 360 ومع الفيور بتاعه مع قصة دي كلها هو بتعامل مع فكرة الموديل derivative ده بس هو مش اخي باله لانه هو انت لما بت upload فايل ريفت هو الويب براوزر هو ما يعرفش يعنيه ريفت ولكن الفايل اللي اسمه ريفت ده هو تحول لنوع تاني البروزر يفهمه عشان خاطر يقدر يعمل له 3D model في حاجة تاني اسمها Zen Automation وده برضه واحدة من ال APIs الكويه جدا اللي بتستخدم ان انت لو انت عايز تأكسكيوت بلوجين معينة او عايز تنفس بلوجين معينة من خلال ويب او من خلال Forge تقدر انك انت تنفس حاجة على الريفت من خلال Forge ومن خلال Zen Automation تقدر انك انت تنفس حاجة على ريفت او تنفس حاجة على فايل RVT تقدر تعمل ده برضه من خلال Design Automation API طيب انا دلوقتي عايز يعني ممكن ناخد البرزنتيشن دي كده او ناخد الالسلايدي دي وبعدين نبدأ نخش على الديكومنتيشن هو Forge انت بتكوننكت عليه ازاي قلنا اول حاجة زي بتعمل مع اي سيرفر في الدنيا انك انت بتعمل حاجة اسمها Authentication يعني ايه Authentication ان انت بتروح الاول تـ Authenticate نفسك انا ينفع يعني اكلم السيرفرات بتاعة Forge دي ولا لا فديه First Step اول step هى Authentication لما بتعمل انت الريكوست ده زي ما قلنا فيه ال Responsive يجي لك Forge مؤتمد على حاجة اسمها Token يعني ايه Token هو بيرجع لك String كده متشفرة بشكل غريب يعني التوكن ده انت بتخليه معك مع كل الريكوست جديد انت بتعمله هو بيروح يشوفي التوكن يقول لك اه انت معك التوكن ده فمعنى كده ان انت Authenticating فاتفضل روح كمل الريكوست بتاعك وروح كمل بقية تنفيذ الريكوست بتاعك والله التوكن ده مش معك او انا مرادش عليك بالتوكن ده فبالتالي الريكوست بتاعك هحصله refusing ومش تقدر انك انت تكمل في ال Application فأول خطوة هي مرحلة Authentication بعدما Authentication بيعمل Authentication بيبدأ انك انت تتعامل معي طب اعمل الكلام ده ازاي يعني انا النهاردة لو عايز التعامل مع Authentication اتكلم معه ازاي في طريقتين لو انت مش هتعمل باك اند Application لان اللي يقدر يتكلم مثلا Directly مثلا مع الفرج باك اند يعني مثلا Application بصي شاربة و البيتش بيه اللي يقدر يتكلم Directly لهو ينفذ request معين طب لو انا هعمل Application بتاعي مش هعمله Back End انا مجرد هعمل Front End وده Demo ان شاء الله انا هعمل لكو في اول session اللي جاية هاخد لكو كده Demo بالتفاصيل بس انا في ال session ديت انا عايز الناس تدور في الموضوع عايز الناس تبدأ تبحث في القصة دي تحاول تغير عنها قدر الامكان بحيث لما نيجي نعمل Demo نعمل الخطوات تبقى الناس برضو فيه link مايبقاش مجرد كلام وراء بعض وراء بعض فانا هعمل لكو الخطوات دي ان شاء الله في عندك حاجتين حاجة اسمها curl وكل دي لغة بتساعدك في انك انت تعمل requestات يعني ايه تعمل request يعني والله انا عايز اقول لفورج لو سمحت اخد الفايل اللي اسم بتاع ال RVT اخد اعمله derivative ورجع للفايل اللي انا هاخده عارضه عندي فهعمل ده ازاي هكلم ده ازاي لو انت عامل application front end وباك اند وكده شبه ال partial يعني او زي هيا scripting language زي ال partial لو حد يعرف ال partial حاجة تانية مشهورة جدا او اده مشهورة جدا ودي دي احنا نستخدمها ان شاء الله في الديمو بتاعنا حاجة اسمها postman ال postman اداء بتستخدم حاجة كده بتستخدم for API testing اصلا الفكرة كلها ان ان انت من خلال postman دي بتقدر تعمل request وتقدر تاخد response بس دي الفكرة كلها وهو ده request request وresponse بتعمل request على حاجة بتطلب حاجة معينة وفي الاخر بتستقبل ال response ده وتبدأ انك انت تتعامل بي طيب تعالى نبدأ نشوف القصة دي انا قلت ان الموضوع ده فيه token والتوكن دي بتستخدم عشان خاطر تبدأ انك انت تعمل requestات تانية تعالى بقى كده نبدأ نفتح forge انا دلوقتي هبدأ افتح معاك autodisk forge بس الاول تعالى ننقل الشاشة كده forge واضحة اه تمام واضحة تمام اول حاجة ده الويب سايت بتاع forge الويب سايت ده منظم جدا فيه كم كبير جدا من documentation ويمكن النقطة اساسية احنا اتكلمنا عليها وقلنا ان المجال ده في شكل عام documentation فيه هي رقم واحد يعني مصادر 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 مش هتلاقي مصادر او مش مش هتلاقي هتلاقي المصادر الموجودة قليلة جدا وهي موجودة انتاج خبرات شخص يعني مثلا النهاردة لما بديجي نشتغل او انا انا اتكلم شخصيا انا بديجي تتكلم في training عن الفرج هو ما فيش في training اصلا في الفرج بشكل كبير ولكن لما حد بيجي سألني سؤال بجاوبه بنوع على تجربتي انا الشخصية في التعامل مع أوسدسك فرج فالمجال ده بشكل عام سواء بقى فرج سواء ريفيد سواء اي حاجة علاقة بالAPI فانت بتاعتك هي المصدر الاساسي ومصدر الرئيسي فانت بتحاولش تلف حوالين الموضوع ده كتير يعني بتحاولش تشوف مثلا التوتريال كويسة والتوتريال ممكن تكون موجودة كويسة وهتفيدك ولكن الاساس والاصل هي الـ طب هو انت هتذاكر الـ لأ انت مش هتذاكر الـ وما انت بتعمل ايه انت بتشوف الـ بتبدأ تتعلم ازاي تتعامل مع الـ وبعدين الحاجة اللي انت عايزها والحاجة اللي انت بتدور عليها ابدأ خش دور عليها لكن انت مش بتذاكر الـ كلها لكن كلما كان متاح عندك وقت انت تقرأ فيها اكتر بيبقى الموضوع مفيد بالشكل كبير اول ما تخش على فورج هو اول حاجة بيقولك cloud-based developer tool يعني هو عامل التول بيكلم بها developer يعني هو بيقولك انت هتستخدم التول دي او هتستخدم disk فورج ده لو انت راجل developer وعايز تستخدم الـ api بتاعتنا فورج عبارة عن اي في الاخر هو عبارة عن api واحنا وضحنا في السيشن دي ايه هو المقصود بال api و القصة بتاعتها ويعني request ويعني response ويعني انت تجيلك json او xml في الاخر هو ده المقصود بال api لو جينا كده عملنا viewing لكل api وكل services الموجودة او اللي فورج هتلاقي موضيول خاص بالdata management كل دي عبارة عن api كل دي عبارة عن api انت بتتعامل معاهم طبعا الموضوع ده ممكن لو انت بنتكلم في ناس ما عندهاش background ممكن تشوف موضوع صعب بس انا بقول الموضوع سهل بس لي prerequisite طيب دي كده مجموعة api تقدر تعمل بها شغل كويس من خلق disk forge viewer ده من الحاجات اللي نتكلم عنها دلوقتي و model derivative انا اول حاجة اخش عليها مثلا model derivative انا اقوى بدأت في التعامل مع forge كان هو المصدر الرئيسي للشغل بتاعي او هو مصدر الرئيسي للمعلومات الموضوع مفيش فيه حاجة غير كده وانتش بتلاقي حاجة اكتر من كده فلو بصنا على model derivative لو بصيت تعاني فتح model derivative ونشوف ايه دنيا ادي model derivative الويبسايت منظم جدا فهو مديك الdevelopers guide مديك step by step ومديك API reference زي ما قلت ان شاء الله ممكن في اول session الجاية اللي احنا بنعملها مع بهم ارابيا هابدا امش انا معك بالخطوات بس انا عايزة تخش الاول تجرب مع نفسك وتشوف الدنيا وتشوف الوضع وتسأل كده انا موجود معاكم على الجلوب لو حد ما عنده اي سؤال اسأل لان search والبحث هو اللي يطلع عندك اسئلة كتير وهو اللي يخلق تتعلم فانا ان شاء الله هعمل هذه الخطوات دي بس انا بمشي معاك دلوقتي واحدة فانا هنا بخش في حاجة اسمها developer's guide developer's guide اول حاجة انت بتفتحها هو كده يبدأ اتكلم معاك عن الموضوع الموضوع الModel derivative API زي ما انا قلت لك وشرحت لك هو بص بيخليك انك انت تrepresent وتشير الدزاين ده تاعتك in different formats يعني انت ملكش دعوة البراؤزر هيتعامل ازاي مش مشكلتك انت دي الformat فانا بيقول لك ان انا عنده امكانيات انه هو يحول اكتر من 60 نوع يعني الModel derivative API ده بيسوبرت اكتر من 60 نوع من انواع الفايلات طيب الModel derivative API الفكرة اه ادي source file اللي انت بترفعه كان ريفد كان كان اي نوع من انواع الفايلات باستخدام الModel derivative API بيبدأ انه يتعامل بيطلع منه بيعمل file translation مثل OBG مثلا عشان يعمله for viewing بيطلع منه thump nails بيطلع منه geometry extraction بيطلع منه data اللي هو عايزه فبالتالي الModel derivative d اول FBI انت هتتعامل معها قبل ما تتعامل مع الفيور لان هي من خلالها هتبدأ ان انت هتحول الفايل بتاعتك من الشكل ريفد او Translate Design into SVF format الSVF ده اسمه Scalable Vector Format دي بتستخدم عشان خاطر تعمل rendering جوه Forge Viewer يعني اي حاج يتعامل مع Bindle T وشاف الفيور بتاعه هو في الاخر بيحاولها SVF او بيحاولها Scalable Vector Format طب انا بتلاقي كل حاجة انت محتاجة عشان خلال تبدأ تشتغل بس ايها بقولك قبل ما تخش في ال documentations ديت وقبل ما تتعامل معها واضح الموضوع واضح ومنظم بشكل كبير جدا لازم انك انت تكون عندك ال Fundamentals السيئة في المجال بتاعه طيب لو انا كده بصيت على الخطوات هو يدي لك step by step tutorial بيقولك من خلال step by step دي تقدر انك انت تحول الفايلات بتاعتك من format معين ل format تاني طب ليه قالك بص عشان تتعامل الفايل ده يطار جوا الفيور الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ويمكن اسهل حاجة احنا يعني لو انت تعمل web application مثلا ومحتاج في viewer فاسهل حاجة ان احنا تتعامل مع odisk forge viewer حل سهل ولكن ارجع اقول الامانة مش كل الكلين بيفضلوا الموضوع بتاع viewer ده ليه عشان خاطر pricing بتعمل ازاي فلو جيت انت كده بصيط على الموضوع ده انا بس عايز اعريك شكل الحاجة ما عامل ازاي قادي بيقول لك postman اهو الفكرة بتاع postman بمنطقة البساطة هو عبارة عن tool بتقدر من خلالها انك تعمل فتعال مثلا نشوف حاجة تانية نبدأ اننا نتعمل به اهريك شكل الفورمات بتاعها ادي مثلا هو بيعمل باستخدام curl دي حاجة small curl اللي تبدأ ايه بعت request وتبدأ الريكوستات تجيله في شكل response بعد كده لو انت مشت مثلا معابل tutorial بص اول حاجة دي care اللي بص هو بيقول اي ادي request ادي ال الناس اللي كانت مستصعبات الفكرة كلها ادي request انت بتعمله بتبعت في request شوية data تمام من ضمن دفع انت بتبعت هداية client id و client secret دول بتجيبهم من اين دول بتجيبهم لما انت عامل login ودافع او مديك حاجة مجانية فلما انت بتعمل login وبتدفع هو disk forge بيرد عليك client id ويرد عليك client secret بتروح تعمل request بهم بيروح يشوف client id و client secret سلام او سلام يوم عامل ايه يرد عليك response ادي هو ده response بتاعه يرد عليك access token احنا اتكلمنا عنها تبدأ تاخد response ومن اللي هو ال token اللي راجع او response اللي راجع وتبدأ بعد كي تتعامل به طب لو انا دلوقتي عايز اعمل translation ل source file يعني انا فايل rvt عايز ان انا اعمل translation ادي الفكرة اول حاجة انت بتبدأ موضوع translation ازاي add request post request عمل ازاي json file دي مجموعة من الparameters انت بتبعتها في ال request وهدي request دوت نوع post يعني ايه نوع post انت بتطلب حاجة ال post معناها انت تطلب action معين حاجة تتنفس وبتيجي هنا الراجل بيرد عليك response add response اللي رد عليك بي تبدأ انت بتاخد response اللي موجود ده خلاص انت مش عايز اكتر من كده من forge تبدأ تاخد response والتعامل بمنطقة البسطة اللي في الدنيا الموضوع سهل جدا بس زي ما بيقولك بيكون عايز انت تكون عارف الفندامنتال بتاعة الweb عشان خاطر تبدأ انك انت التعامل معه برضو نفس الكلام في request هنا هو بيعمله ال request دوت ليه هو بيتشيك status of the translation job يعني انت بتروح تعمل post action بص كده الكلمة authorization هي authorization دي بتظهر امتى وهو في الاول عمل لك authentication ويدالك ال token انت بقى بتاخد ال token دي تحطها هنا وبالتالي تقدر من خلال ال authorization دوت هو لما انت بتبعت ال request بيمسك authorization احنا اتكلمنا عليه قلنا في اول حاجة لما بتدفع او بيديك حاجات مجانية في authentication هو عمل لك authentication بعد ما بقيت انت authenticated رد عليك بحاجة اسمها token هتاخد ال token دي كانت بقيت authorized كده تتعامل مع ال functions ومع ال apis بتاعة autodisc forge فبيبدأ يتكلمك هنا من خلال authorization وبتبعت ال token بتاعتك هنا وبعدين يبدأ هو هنا يرد عليك بال response ال response ده بشكل ايه الكلام ده بالنسبة للdevelopers بشكل عام سهل جدا بسيط جدا ممكن انت لو بتاعت ال forge viewer داخل ال application بتاعك ممكن ال application نفسه تقع 6 شهور تبنيه وتشتغل عليه وفي ال forge تعمله في ساعات الموضوع مش صعب ولكن الفكرة كلها في pre requested زي ما انا بقولك طيب تعال نرجع تاني كده كده دي الفكرة تاعت الموضل derivative API عشان خاطر انك انت تprepare الموضل للforge viewer طيب بعد تستخدم الموضل derivative ده خلاص انا كده بقى معايا الفايل جاهز ان انا بقعته مين بقى انت كده معايا الفايل جاهز ان ان انت تبعثه للفيور ادي الفورج viewer بص كده بيقولك بيعمل ايه بيرندر الـ 3D والـ 2D موضل فين جوه البروزر طيب الموضل دي بتجيلك فيه من انواع مختلفة مثلا الـ AutoCAD الفيوجن الـ Revit وهي دي بقى قوة الفيور بتاع اوش ديسك بصراحة انه بيساوبر Revit طيب لو انا الـ Client بيقولك لا انا موضوع ده ممكن يكلفني كتير لو خاصة لو الـ Model فيها update وهو محتاج يترك الموضل دي online فبالتالي الـ Model بيحصل فيها updating بشكل كبير مع كل update انت بتعمله انت بتعمل request جديد وانا قلت لك ان request بفلوس مش ببالاش يعني لما بتقول لهم او هوريك الـ pressing بتعمل دلوقتي هنا تبدأ باستخدام الـ Viewer عندما تشتغل فهو بيقول لك نقطة القوة بتاعته انه بيساپورت range كبير جدا من الـ Formats و الفايل برضو هتلاقي هنا الـ Reference و Developer Guides الـ Web site منظم جدا 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 يعني لو انت عارف الفندامنتا بتاعت الجواسكريبت فقط لا غير مع الـ Postman ممكن تعمل Forge Application برضو كده بيبدأ اشرح لك ايه هو الفيور الفيور ده بيعمل ايه تمام و نفس الكلام فيه هنا عندك حاجة اسمها الـ API الـ API دي شوف كل حاجة انت محتاجة تعمل فيها مع الفيور الـ UI الـ Extention لو بتعمل سنابينج وها كذا طيب تعال كده نشوف برضو الفكرة بالنسبة لك الكلام HTML CSS JavaScript HTML CSS المكتوب انت مش عارفه فبالتالي ايه الكلام تحس ان الكلام صعب جدا في حين ان انت لو شفت فيديو واحد HTML و CSS اما بالنسبة لك الكلام ده سهل جدا فدائما بقول ان الـ Forge مش صعب ولكن الـ Pre-Requisite محتاجة انك انت اشتغل عناصك فيها شوية هل هو مطلوب؟ مطلوب يعني انا هتكلم بالشغل الموجود معي انا او الشغل اللي بيجي لانا الـ Forge مطلوب وفيه ناس كتير يعني بتبدأ تتعامل من خلاله بتبقى محتاجة في developer ولكن هو مش بيكون منتشر يعني مش هتلاقي شركة عاملة اعلان احنا نطلبين Forge viewer الموضوع لحد الوقت برضو بيمشي بشكل ان الشركات بتدور بتسأل internal فيها لو حد عارف في الموضوع دوت وهكذا لكن اشتغلت على اكتر من project كان مطلوب فيه شغل ausdisk viewer يعني وكان دورنا كله كان application بيجي لنا وبنعمل فيه embedding لي الـ viewer او لأي حاجة بس اكتر الحاجات استخدام كانت الموضوع بتاع الـ viewer طبعا هو فيه tools اكتر كتير من viewer بس يعني انا بتكلم من حيث الماركت ومن حيث الشغل برضو نفس الكلام هنا قادي ده فائلات javascript تبدأ انت تتعامل معه طيب تعال كده نشوف مثلا لو انت initialize بس كده دخل javascript بقى كده هو بيكلمك ايه بيكلمك javascript بس اول حاجة قال لك token ايه token دي ما هو اللي انت بيديها لك لما بتبقى انت authorized وبالتالي كل حاجة انت بتعمله هو الforge عمال ماسك التوكن دي وعما يدار عليه طول ما التوكن دي معاك يبقى انت authorized ويبقى انت تعرف تكلم السيرفر التوكن دي راح يتمن ك مش هتسترق ولكن التوكن ديت لو خلاص ما بقيتش فالد معاك خلاص هيوقفك ومشاك بتعمل اي حاجة وبتقدر من هنا موضوع سيمبل جدا موضوع سهل جدا تبدأ انت التعامل من خلال ال documentation بتاعة الفورج طيب دا كده شكل ال documentation بتاعة الفورج زي ما قلت لك كان عشان الوقت ما يسحبش مننا ال session وقت طويل جدا ممكن ان شاء الله في دا المحاضرة اللي جاية او بيتشن اللي جاية يعني امشي معا خطوات كده step by step في ان انا وريك ازاي تستخدم ودسك فورج ولكن ياريت خلال الفترة دي او خلال اسبوع دا اللي مهتم فعلا يبدأ يدور في الموضوع دا ان هو يفرق معاه بشكل كبير جدا عشان لما جان اعمل قدامك تبقى انت دخلته وقربته وشفت فيديوهات وعرفت الدنيا فبالتالي يشكل بالنسبة لك added value يعني زي بيتقال كده طيب ممكن نرجع تاني على السلايدز طيب السؤال بقى دلوقتي أنا الجزء دا غط نا هو ال بيشتغل ازاي او ال بيشتغل ازاي كلمنا عن الموضوع دا واتكلمنا عن الفكرة تاعت موضو derivative كمان تعال السؤال المهم جدا لو انا عايز او disk forged developer اعمل اي انت عشان تبقى disk forged developer انت في الاصل لازم تكون developer يعني انت كويس Autocom بتعرف التعامل معاه عشان تعمل الموضوع بتاع الفرج اول حاجة تعرف basic applications مثل http المقصود والقصة وكيف ال request ات وتشتغل مهتاك تعرف front-end technologies html css javascript ان انت لما شوفنا السامبل الفرج viewer وزي تتعامل معاه في html css javascript فبالتالي لو انت اللغات مش عارفة كويس فبالتالي انت مش تعرف تتعامل مع الدكومنتشن اصلا وبالتبعية مش تعرف ان انت تتخرج final product في الاخر تتعلم اي لغة من لغات back-end ASP.NET انا ارشحها بشكل كبير يعني انا اخد الترك او من Microsoft community فانا بحب التكنولوجيس بتاعتها فالASP.NET لكن ممكن تعمل بالnode gs مثلا بتتعامل مثلا مع csi package مثلا c sharp بتتعامل مع premavera api مثلا فانت بتتعامل مع java لا هنا الموضوع يشغل معاك باي لغة back-end python مثلا تقدر تعمل بها back-end application وتقدر كمان من خلال تتكلم مع disk forge لان الموضوع في الاخر api واي لغة برمجة هترف تخرج api هترف بتتعامل مع disk forge وتكون data base لان غالبا الابليكيشن بتاعتك عمرك ما يجل لك الابليكيشن من خلال microsoft sql فدول التكنولوجيا الاسسية طبعا كل التكنولوجيا دي لها hyperlis كتير بتساعدك انت مش تبدأ زي ما قلت لها كل حاجة from scratch ممكن تجيب حاجات وكستمايز عليها في مكتبات مكتبات زي angler مثلا بس ده موضوع قدام شوية مش دلوقتي زي react زي view css بوت strap بتساعدك في التنصيق بشكل كبير جدا وبتقلل عليك الوقت اللي انت تكتبه عشان تعمل بشكل عام الاسبي دوت نت واحدة من اقوال frameworks على مستوى العالم في هل فورج عبارة عن viewer وكده لا الفورج فيه خدمات كتير جدا يعني قوية جدا زي ما انا وردت لك ولكن انا حبي ترك الحاجة اللي هي اكتر طلبا شوية لكن هو فيه حاجات كتير جدا زي مثلا الموضوع بتاع point cloud يعني من تقدر من خلال disk forge ان تعمل على القصر point point cloud و reality capture برضو ليه api من خلاله viewer design automation ان كده انت تقضى ترن automation script على design file يعني انا اقدر ارن script معين واجهي data وكل حاجة على file مش لازم يكون عندي revit يعني انا مش لازم يكون عندي revit يكفيني بس انا يكون عندي file rvt ورن على script معين فدي tool powerful جدا عشان خاطر ان ارن script على file من غير اصلا ما يكون revit موجود عندي data management عشان اتعامل مع bin root 16 دي معظم الخدمات اللي odisk forge حاليا بتقدمها الموضوع بيتطار بشكل كبير اللي متابع على channels بتاعة odisk على youtube هتلاقيهم في فترة اخيرة معظم الحاجات اللي بنزلوه عليها علاقة بالمجال بتاع forge لان العالم كله في الفترة اللي احنا بتتكلم فيها دي او يمكن الكورونا كمان ساعد القصد بشكل كبير ان العالم كله متجه لمجال الكلاود الكورونا او الازمة دي هتغير شكل العالم فعلا ولكن هي كل اللي هتعمله انها هتصرع الشكل بتاع التغيير ده بمعنى ان كده العالم متجه للكلاود لا الازمة اللي هتخلي العالم متجه اكتر لمجال الكلاود وفكرة السكيلز بتاعت الكلاود كومبيوتنج اساسية انها تبقاش موجودة ده بشكل كبير مش مش هتكون حاجة يعني في صالح الطلبة او في صالح الناس اللي بتتعلم بشكل كبير فالعالم بتتجه لمجال الكلاود ونفس الكلام ودسك بتتجه لي المجال دوت وبالنسبة لها الفورج هي تول بتتساوبر السلوشن اللي تعملها بقى سواء بنتو 68 او غيرها نفس الكلام قلنا فكرة اي بليكيشن في الدنيا ان الشركات بعمله جنرال قدر الامكان عشان خاطر تخدم اكبر قدر من اكبر قدر من المجال وفي الاخر بتدي لك موضوع الAPI ده انت خذ الكلام ده كمان ان هي الميزة الاكبر برضو انك انت ممكن تستخدم الخدمات في الابليكيشن بتاعتك يعني انا ممكن اعمل امكان خاص بي وفي الاخر اخد حاجة معانا من فورج ود قبل مانه بس تعال وريك موضوع البرائسنج عشان برضو نبقى خدنا لفة في كل حاجة طبعا في الاول هنا بيديك ترايفورج فورفري بيديك حاجة اسمها ميت كلاود كريدي وانا اصلا مخلصهم بس انا حاول اضمن على السيشن اللي جاي يكون جهيز الكريدي التانية تشتغل به طيب الكريدي بتبدأ تشتغل بها الكوست بتاعت كل حاجة فيقول لك والله بص طب زين اوتوميشن ابي فانت عندك بص فور كريدي فور كريدي بروسس او للا اتو كريدي طيب يعني لو انا بعمل زين اوتوميشن ابي اي هدفع اربعة كريدي يعني كنا اربعة دولار طيب ده الكلام لو جاي من الكاد طب لو جاي من اي حاجة ستة دولار ده في الايه ده في البروسس الواحدة طيب المودل ابي اي 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 لو انت مثلا طبعا هو السيمبل والكمبليكس دي بيعرف ابتدا ثانيا بقول لك ان الكمبليكس جوب ديت ان انت مثلا بتحول من فايل الريفت وفايل النافس لأي اذر فورمايت هو مسميها و وبالتالي مع كل تحويل اللي انت عايز تعملها يعني مثلا في موضل وحص عليه update فانا بحسبك بواحد ونص دولار اللي هي واحد ونص credit يعني طب لو سيمبل جوب سيمبل جوب يعني اي بص بق اي حاجة غير الريفت والنافس ليه موضوع بيه بحتر ان 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 تشتغل عليها يم ريفت يم حاجة عرف تي يم حاجة dot nwd فهو دي اكتر حاجات انت اشتغل عليه فهو دي بالنسبة لأ complex job وبالتالي هو بدلك 1.5 دولار ده بالنسبة للشركات لما بيكون في projects كتيرة وموضل كتيرة لا بالنسبة لها الفرش ده بيكون مكلف ومش بيكون افضل حل وقتها بنرجع ال ifc من الممكن انها تحط هدك على الشركة في الاول وتبقى ال cost في الاول عالية بس على المادة الطويل لا بتبقى ال cost بيحصل عليها control بشكل كبير جدا لان خلاص solution ده اتعمل للشركة دي وهي بتستخدمه مش مضطرة ان هي مع كل حاجة جديدة او مع كل update جديد تروح ل disk forge وهي من افضل الحلول للشركة بدل ما يتعمل لها حاجة customized يعني خاصة بها انا بالنسبة لان انا ان شاء الله في اول station اللي جاية وفي اول المحاضر اللي جاية هنبدأ نعمل step by step demo عشان الناس تشوفوا ولكن انا طلب الناس اللي بتسمعنا ان ياريت في خلال اسبوع ده اللي حاجة ده انت تسيرش بحيث ان انا احس ان الديمو بتاعي ادالك added value او ده اضاف لك حاجة جديدة لكن دلوقتي انا كملت وعملت الديمو على طول اعتقد ان اغلبية الناس ممكن ما تبقاش الموضوع بالنسبة له واضح بشكل كبير فان شاء الله انا هنأجل الديمو ده الاول station اللي جاي نبدأ نعمل خطوة بسيطة عشان برضو تشوف الموضوع والقطع والقصة دي بتتم ازاي بس انا كده خلصت وشكرا جدا واسف لو طولت انا بحاول والله قدر ان كان session ما تبقاش طويلة بس يعني الوقت بيكون غصبا عني اجاز اكون لكم اخرب خانس مصطفى ان شاء الله نتخل بالاسئلة لو حد عنده بس يعني الرأس همت لو اي حد عنده اسئلة المحاضرة محاضرة فاشتها اسئلة لا لا الناس بس لسه هتدوس على اسئلة انا فاكرا ان كان في حد بيسأل عن هل ينفع ان هو هل في انتجريشن بين ال تو ديسك فرج و ريف اي بي اي 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 انا انا عن ضع تنفع او اب او انت تعمل Canada 상을 Agora اللي موجودة مع كيان. ده الحاجة اللي بتتكونيكت بين الريفت وما بين الفورش. بك شمانس كريم. سليمان. كان في حيكت تنشير من كامي يوم موضوع ان الفورش بدأ يباقي ينتجريتنا بين وما بين سبب سليم. انا متسامع. يعني ياريت لو كده الصوت سليمان. اه تفضل. بتكلم على حيكت مشاير من كامي يوم انك فيه انتجريشن حصل ما بين الورج والسيبل 3D. فهل ممكن بس يبقى فيه يعني توضيح اكدر للجديد اللي حصل او يعني. نفس الفكرة بتاعت الديزاين اوتوميشن الفورش ما هو اللي عبارة عن ابي اي. نفس الفكرة ان انت السكريبتات اللي انت بتشتغل عليها بتقدر انك انت تتنفذ السكريبتات ديت على الفيالات نفسها. مش محتاجة يكون عندك البنمج اصلي. ده بيتم من خلال الديزاين اوتوميشن ابي او انك انت بتاخد الموديلز بتاعتك وتبدأ انك انت بتعمل لها ترانسليشن وتبدأ تعرضها على الوب باستخدام الفورش فيول. ده 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 الحاجة يعني. مش عارب بس يعني هو. اه. يعني اعتقد ان ايه نوع الانتجريشن اللي انت تقصده. لا انا يعني انا اقصد يعني ان الفكرة لو الفورشن الفورشن مثلا هو يعني كفيو للشغل السيري سري دي بقى موجود. اه. فمش عارب هل هيكون فكرة اللي بديه في الفورش هيكون ادت فاليو ولا لا اه. اه. مش عارب بس يعني. بص هي فكرة فكرة الادت فاليو ولا لا اه. هو النقطة بتاعت الفورش كلها هو ابي اي فور ويب. فبالتالي انت هنا بتعمل شيرينج. فبالتالي لو سري دي موديلنج او موديلنج اللي موجود معاك دوت. اه. انت بتدل تشتغل عليه. وبتعرضه. ومسلا الشركة وكل الناس اللي موجودين في الشركة بيخشوا ويشوفوا على على اللي بيخشوا في الموديلز. ده افضل كتير. بدل ما يبقى موديل موجودة على جهازك انت وعشان توريه لحد بتبعته له. ولازم هو كمان يكون عنده البرنامج مثلا لنقل الفورك عشان يفتح ويشوف. فهو هنا في الفورش مثلا او في الويب ابليكيشن بشكل عام هدفها انها تلغي النقطة دي. ان البيت دي اصلا متبقاش موجودة. مش لازم انا بعتلك وانت يكون عندك البرنامج وده عنده البرنامج وده عنده البرنامج. انا عايز اشوف بس انا عايز اعمل فيوينج للحاجة. فالفورش بتقدر انت بقى بتعمل الويب ابليكيشن لوحده وبتستخدم فيه الفورش. الويب ابليكيشن بتاعك انت ممكن تعمل فيه اي حاجة انت عايزها. ده الويب ابليكيشن الخاص بي. لكن بتستخدم الفورش عشان تعرض الموديلز او الحاجة اللي انت وصلت له. لو الشركات شغلة مع بعضها او الشركات موجودة في اكتر من مكان. مش مكان واحد يعني. بدل ما تبعت الفايل ويهو يفتح الفايل عنده وهكذا. فهنا فكرة الكلابوريشن او ان يكون فيه انفيرومنت واحدة ناس كلها بص عليها ما بدش موجودة. فالفورش او السيرفز بتاعت الويب بشكل عام هدفها انها تلغي النقطة ديت. والفورش اي بي اي بي بيستخدم عشان يعمل انهانسمنت للموضوع ده. هو بدل ما انت تعمل فيوور ده عندك وتديفلوب الفيوور دوت وتبدأ تحل مشاكل بتاعته. الموضوع مرهق. الموضوع يعني مش عارب برضو هل فكرة الفورش هل هي دي مقدمة ان فكرة السوفتويرز هتبقى بعد كده هي عبارة عن ويب ويب أبليكيشنز يعني باختصار شديد هل بدل ما انا اقدر نزل الاوتوكاد هل ده مقدمة ان هو لا الاوتوكاد هيبقى ايوه بص خليمي. عبارة عن ويب أبليكيشن اقدر ادخل وده ارسم او يعني سلسوري دي ابدأ عمل تصميم وهكذا. هو اكيد العالم رايح للجزء ده بس الجزء ده بس اخياني اقول لك ان فكرة ان السوفتويرز تبقى اونلاين اه يعني ده ده التوجه. يعني مثلا انت النهاردة عندك بمثل وستين هو سوفتوير برنامج يانك محمله عندك صح نفس الكلام فيه برنامج تاني بتاع construction management اسمه procure البروكور ده برنامج بيعمله بالتراكينج بتاع الكون وبرنامج من ضخم جدا. construction management وفيه documentation وقصة دي كلها برضو ده من خلال web وده على فكرة للشركات احسن كتير. يعني الشركة مجرد بتشتري لايسنس العرض يوزر وخلاص. الموضوع خلاص. يعني مثلا انا عندي 2 يوزر 3 يوزر اربعة يوزر بشتريه الموضوع كل سنة والموضوع خلاص. الابليكيشنز بتاعة البزنس وليه RP وكلام ده كله موازمة هو بابليكيشنز يعني مش بيعمل installation للسيستم على الجهاز بتاعك او على الماشين بتاعتك. اللي مأخر الموضوع ده شوية في مجال engineering الجزء بتاع الجرافيكس. لسه الweb technologies بشكل عام مش بتقدر يعني انت برضو مهما ان كان لو شفت الفيوور او بتعمل الفيوينج يعني انا سؤال في الشان الجاي هعمل مقارنة ما بين الفيوور بتاع الفورج وما بين الفيوينج. مهما ان كان غير لما تفتحوا على الريفت. او لا لسه الابليكيشن نفسه اقوى. ليه؟ هنا انت عشان تتعامل مع الجرافيكس على ويب فيه بقى webgl. اول حاجة مثلا معظم الشغل اللي بيتم مع الجرافيكس بيتم نخلي حاجة اسمها الفريدو جي اس بتكلم حاجة اسمها الweb GL او هلا بير ريفو الweb GL وweb GL بتكلم الopen GL. open GL بتكلم الجرافيكس كارد بتاعك فلسه الموضوع في الرسم والكلام ده على الweb قدامه فترة ولكن هل ده التوجه؟ اه هو ده التوجه. يعني ده باين حتى ان هما الحاجات اللي بيقدروا يحاولوها تبقى webbizd هتبقى webbizd. كل شركات راحة للتوجه ده. لان اولا ده بالنسبة لها امان. يعني انت عمرك متاعف تعمل الكراك للقصة دي. يعني مستحيل. يعني مستحيل انك تكراك حاجة زي كده. بالنسبة لهم امان. طيب بالنسبة مكسب كبير جدا ليه؟ لانه هيجيب كل الشركات اللي شغالة في المجال تشتغل على الweb دوت. طب هو الشركات هتيجي ليه؟ وهو الحاجات دي هتبقى ارخص لها من ان انا اشتري السلوشن كله. على بعضه. لا انا اشتري الكام يوزر هو اللي اشتغل وكان يوزر على برنامج تاني وهكذا. فالتوجه؟ اه طبعا توجه ده موجود. لكن لسه بسبب القصة بتاعت الجرافيكس والكلام ده على الweb انها مش افضل حاجة. فهتدلم اخر الحاجات اللي علاقة بالرسم والمودلينج والكلام ده. لكن فيما عدا المودلينج والرسم والقصة دي. معظم السوفتويرز النهاردة بتكلم انها بقت web based software. حتى يعني في كل الابليكيشنز النهاردة. لو الشركة تسمر عقاري بتعمل برنامج عشان تدير بها العقارات بتاعها web site. شركة مش عارف شغالة في الماركتنج وعملة application عشان تدير بها حامل اية تاعتها web site. شركة شغالة في مجال construction management مثلا والشغل بتاعها مش محتاج viewer ولا محتاج graphics ولا الكلام ده كله بتعمل كل الكلام ده من خلال application من خلال web site. وفيها مثلا كتير زي بعمل مثلا وزي البروكور. البروكور ده واحد من 10 الابليكيشنز اللي لو مش موجود كويب كنت هتجيبه وتنزله عندك وتعمله installation وقصة. فهو التوجه موجود موجود وهيحصل هيحصل للفكرة بس كلها مسألة وقت مش اكتر ومسألة ان التطور بتاع التكنولوجي يستوعب ده ان الرافكس بتاع الانجينيرين يعني الرسمي انك يعني يعني الفيوانج سهل وانك تعرض سهل لكن ان انت ترسم وتاخد انتراكشنز وبتاعه القصة دي لأ لسه شوية لكن رايحيني للسكة دي بنسبة 1000% رايحيني للسكة دي تمام جدا تمام شكر جدا ليك شكرا محمد شخص مصطفى وفعلا في ناس كتير تطلب موضوع الانجين يومين دولة طيب فيه سؤال بيسأل ايه الفرق بين الفورج والبينة 360 هل البينة 360 هو جزء من الفورج؟ لا لا البينة 360 ده صوفتوير عشان تتعامل معها هتروح لوفدسك وتشتري لايسنس او تشتري يوزرز يعني ده البينة 360 برنامج زي الجيميل برنامج لكن الفورجي سيرفيس بتستخدمها جوة يعني انت تخيل معي النهاردة انت عايز تعمل برنامج كشركة عايز تعمل برنامج زي بينة 360 يعني ايه؟ يعني انا كشركة النهاردة عايز اعمل صوفتوير خاص بي مثلا دوكيومنت مانيج مانيج من سيستم مش عايز روح ليبيه 360 انا هاجيب شركة برمجه وهاجيب اعمل معها كونتراكت والله تعالي idi لي مثلا المثلان بتاعي دوكيومنت مانيج مانيجمن سيستم هتفع في الابليكيشن ده كام والله هتفع في الابليكيشن ده مثلا اكس الاسي اي الي انا هتفعها دلوقتي دي، خلاص بقى الابليكيشن بتاعي، بقى السيستم بتاعي مش هتخليني تحت رحمة ويسك أدّي اليوزر أدّي الاثنين أدّي الالف طب هتبقى عندي مشكلة إيه المشكلة؟ آه الفيور الكلابوريشن أنا برضو اوزدسك ماسكك من كسه حاجة الفيور الكلابوريشن طب الفيور ده انت محتاجه طب خلاص هروح بقى اشتريم الوزدسك لو انا عايز اعمل فيور طب لو انا مش عايز فيور ومش عايز اي حاجة خلاص انا عامل لوبصيب بتاعي وعمل أبريكيشن بتاعي فالفورجي سيرفيس انت بتاخدها وتستخدمها علشان خاطر تبدأ تعمل بها الشغل الخاص به أنا في نقطة بس حاجة كده ان اتكلم عنها عشان أبهن همية الموضوع يمكن بشمانتص عمر عارف القصة دي وعارف يعني عن طريق بشمانتص عمر يعني اكتر من بروجيكت جالي في الوزدسك فورج فالموضوع مهم ومطلوب لكن الحاجة ملفتة جدا حصلت مؤخرا بالنسبة لي ان كان في مشروع وان مشروع في دار العربية وان ان بمتاع تطالب ان يكون فيه فورج ديفلوبر موجود يعني هو عشان يشتغل لازم يبقى فيه فورج ديفلوبر موجود مع الشركة دي ده شرطه موجود جولدكلاينت من عند الكلاينت فالموضوع اه الموضوع المطلوب على فكرة والموضوع اليوم عن يوم أهميته بتزيد طب تعرف ده منين؟ وتعرف انه مطلوب وهميته بتزيد منين؟ والله يروح بص بقى على قد وهج. وتسك رايحة ناحية الكلام دوت وبتنزل عنه توتريال وبتاعه مش عارف ايه وعملها تعمل له ماركتينج وكده فعرف ان هي بتزق الماركت ناحية المجال ده فطالما وتسك بتبوش الماركت ناحية حاجة معينة وباعتبارها واحدة من اكبر شركات اللي احنا نستخدم المنتجات بتاعتها ويعملها تبوش الماركت في السكة دي فحتى كده كده تعرف ان كانت هي مطلوبة وان كده كانت هتسعى وراها لانها بتقدم سيرفيس وبتقول لك استخدمها بس ارجع اقول بقى هو طب السؤال اللي ممكن يتطلح طب ما يجيبوا ديفلوبر يعني هاي الديفلوبرز عاديين ويشتغلوا على القصة دي لا انا بقى راجل مهندس مدني او مهندس مدني انا مالي بالفيلم ده كله ما تبصش للفرش على انه فيور انت عندك حاجات تانية زي البوينت كلاود يعني دي اتشرحها ازاي لحد ديفلوبر عادي ما يفهمش في الموضوع ده الحاجات بتاعتها مثل الوتوميشن مين ممكن يفهمه ويبدأت اتعامل معاها الحاجات بتاعتها الوتوميشن والكاستوميزيشن اللي انت ممكن تتعمله عليه برضو ميني انا فيتعامل معاها فالفكرة هنا او الميزة هنا ان الابليكيشنز دي لو انت ليك خلفية هندسية حرفيا بتجري في الابليكيشنز دي وبتكون اشتر كتير جدا من حد بعيدا عن المجال او بعيدا عن الدومين وهو بس عشان مرمج دخل فيه فدي ميزة تنفسية كبيرة وده ده ما انا بانصح به يعني احنا بنقول ان اغلب الاشتراكات النهاردة او اغلب المهارات من وجهة نظمة شايف انها واحدة مفيش ميزة يعني نادرة انا ما تلاقي حد مميز اغلب الكورسات مع كل الم اغلب الاشتراكات مع كل الناس اغلب الاشتراكات مع كل الناس فدائما الناس دور على الحاجة اللي هتميزك اكتر حتى وان كان دلوقتي الماركت مش طالبها يعني او حتى وان كان دلوقتي انت مش مش شاب بس الماركت رحلها بشكل او باخر يعني انا بتكلم عن مجال البروغرامنج والقصيات والأبي اي انا معرفش حد دخل في الكلام ده ومش شغال فيه فدي نقطة برضه بس هي ميزة انت بتحاول تنفسك قادر الامكان كلما بتلاقي المجال معين بقى خلاص الناس كترت فيه ومش ناس ك كلها ناس كتير او عارفين ريفت لو انا النار ده واجل بعين حدي في الشركة مثلا وجايت ناس كتير جدا عارفين ريفت وبس اقيت واحد فيهم والله كاتب بقى ان هو عارف داينامو ووتوميشن ومش عارف ايه القصة دي اكيد هو هي الفتنة لان هو ما يصفح حاجة وهكذا فبالنسبة للفرج تحديدا يعني عشان ما توش عن الكلام لأ هو من الحاجات المطلوبة الفترة الاخيرة يعني قليل جدا 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 اما تلاقي احد تشغال فيه يعني انا ممكن اكتر من مرة اه سألت على حاج شغال فيه ورش واعلنت مفيش ما عرفش ليه بس هو يعني من الحاجات المطلوبة والناس يشغالها في قليلها جدا 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 ومطلوبة في اكتر من مشروع ممكن باشمانس وعمر كمان يأكل عليها على النقطة دي ات يعني مالشمانس مصطفى بعتذن السلام عليكم مالسف انا دخلته خرجت كتير ويعني الاسف يعني لابتوف فصل مني كم مرتين تلاتة في حاجة كتير عددتني بس كنت حابب يعني لو موجودة مع حضارك دلوقتي زي كيس استاضي كده تعرضها زي فيديو بسرعة او حاجة في حين تقرب الفكرة اللي ساتتك عم لتكلم عليها من شوية فلو في عندك حاجة او نموذج او بسيط تعرضه بسرعة كده بس زي فيديو. يزا موجود مش موجود بعدين دلوقتي يشمعي فيديو لكن ان شاء الله في اولستخفر جائ HSE هعمل خطوات دي كلها انا قلت في بديو انا قلت ان شاء الله يعني في الاول استخفر ج하َ سعمل خطوات دي كلها بتاعته اليك ديسك فورش سنة بس في التسيشن نتا عايز الناس بعدها تبقى تدور وتخش وتتجرب وانا ان شاء الله في التسيشن الجاية هورديك تعمل كل حاجة ازاي وممكن عرض لك كده كمان لحاجة مجوية شبه كده تانية بعد ازنك اللي هي مسلا سابقا لكلنا في مجال في الكونسالتينج في السيلز في المنفاكتر دول اكترى اربع حاجات يعني اللي بنشتغلهم في الانجينيرينج فلو ان انت الفيديو بتاع ساعدتك يضم يعني دي يكون جزاك الله خير بحيث ان ايه ان انا استفيد منها في المنفاكترها هيكون عالي هيستفيد منها في الركونسراكشن في المانجمينت وارضو هكيز معاك ساعدتك قلت في الاااا ده كلام يعني طبعا نفس الكلام فيعني اعصد ان انت يكون يعني فيديو شامل لكل الابليكيشن اللي كل واحد حضر مننا منه زي ما قلتلك استشاري ومهند مهاول ومسيلز وفي المصنع وفي بقية تحبزنس خاص ايا كان يعني فازاي استفيد من الابليكيشن بتاع ساعدتك دي في كل مجال يخصيني ماشي بساقي الابليكيشن اللي انا عملها انت مشتور تستفيد بقى شخصي لك ده انا ممكن اوريك الحاجات المعمودة لك مشتور مش هقول يعني كلمة بزنس انا بتكلم يعني جينرا لكن كلنا اغلبنا ماشي حاضر هنعمل 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 حاجات شبه كده وهارد الفورج يعني هنعمل الابليكيشن ان شاء الله مع بعض هنعرض في الفورج تمام ونعرض في البديل بتاعته لانه فورج زي ما انا كلمت انه بفلوس ولو الموديل زي فيها بضلت كتير تبقى في مشاكل فهنعرض ازاي نعمل ده بالفورج ونعمل ونعمل حاجة كمان تبقى حاجة اجزامبل ريلي يعني واريك حاجة كمان تبديك نفس ال او تقرب النتيجة اللي انت عايزها باستخدام ال ال ISC يعني هنعمل 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 على ده ونعمل على ده إن شاء الله يعني انت النهاردة لو انت عايز تعمل حاجة بالفورج مثلا طب بس الفورج الفيور بتاعه ممكن يكلفك فلوس كتير لانه انت مسلا الموديل بتاعتك فيها بضلت كتيرة طب فيه حاجة تطلعني لاني يعني النهاردة معظم التلعينت اه فورج وكل حاجة بس دايماً بيحاول نوع زوقك لا شوف لي حاجة غير الفورج ليه؟ عشان مش عايز يدفع يعني انت النهاردة لو انت كنت حضرت الجزء بتاع برايس جلال انا اتكلمت في ده هو بيحسبك على كل حاجة يعني بص كده على كل ريكوست هنا بيحسبك بفلوس فلو انت بدت للكلينت بديل فانا هعرض لك ده وعرض لك البديل بحيث على حسب الكازل الموجودة عندك ابدأ انت بقى شوف والله انا هستخدم فورج ولا هكتيفي بالايف سي ولا ايه لا يحصل فده ان شاء الله هعرضه سؤال فكرة بس في العرض للحاجات دي ان انا عارف ان انا بكلم معظم اللي موجود مش اصلا خلاص فانا مش عايزة اعقد الدنيا في الاول لكن انا هعمل ده و هعمل ده بحيث ان الفيديوهات تكون موجودة في المستقبل وكمان هارفع السورس كود بتاعها بحيث اللي موجودة الفيديوهات الشرحي موجود والسورس كود موجود بحيث اللي عايز يستنموه بعد كده يقدر ياخد الكلام ده ويكمل عليه مفيش اي مشكلة خالص سؤال الاخير يعني البنيفيتس بتاعة البرنامج بنوكرنا مع برامج تاني في السوق او ماشي انا مش عارف ما انتهاش رحناه بسه هو الفورج مش برنامج او ماشي ولكيش او انا مقتنع معك وبقى كرة كلمتي ابليكيش او موكي ده ما نظن ما باش مشكلة لكن باكلم البنيفيتس بتاعت ويه انا استفيد منها عن مدى الطويل كراجل فيه الشركات او مشاريع حاضر. السؤال بتاعي وانا شاكر ابضاء سعادتك. الله يبارك سعادة. كلك زوء. الله بارك فيه. اه شكرا يا دكتور. هو انا انا مش يعني انا ماليش في البرمجة وماليش في الفرج اه حقيقة بس اه سفدت منه باكتر من مرة. لقيت ناس عاملة تطبيقات بس فاد منها. اه يعني يعني لقيت مسلا حد بيعمل حاجة انت ترفع ملفات مسلا من الريفت يسايفها لك. اللي خاصة بالكلاشات وخاصة بالنفس. فدي اللي بتوفر معي وقت كتير اوي. ان انا ارفع الملفات بدلا ما افتح واحد 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 وحولهم. الاي هو يحولهم من على طول. وفي حاجة كتيرة بتبقى حد استخدم ان هو اه يعمل خدمة موجودة اونلاين. اي حد يدر اسفاد منها. وحتى لو دخلت موقع اوتو ديسك هتلاقي برامج كتيرة اوتو ديسك هتمتبنيها وراحت موقفها. وقالت لا لو حد عايز يشتغل بالحاجات دي ممكن يستخدم اوتو ديسك فورش. فهو اوتو ديسك فورش. اه برامج كتيرة جدا اوتو ديسك هتخليها داخل بالنعمج اوتو ديسك فورش. زي مسلا التحويل من سور اللي اه او الديسك فورش. اه او الحاجات ديها. اه. اه يعني حتى. الطبعة صراحة الابعاة بدأ выш matt اللي اعتمد عليه في الوتودسك وثيات سري دي سكان برضه بدأوا اعتمد عليه في الوتودوسك فورش. فهو ده ده اوتودسك محتمد عليه الفترة اللي جاية جدا وفيه اخطاقة كتيرة يعني الناس بتاع اوتو ديسك باي سامحوني بس الامانة العلمية يعني فيه كمشاك كتيرة موجودة في بنت اوتونا وستين اللي بشارب بنت اوتونا وستين كتير اكتشف بعض المشاكل. المشاكل دي ممكن تحلها لو انت دخلت في اوتو ديسك فورج وبدأت ببرمج او تحل المشاكل ديت. يعني تيجي ترفع مسلا مناف اكسي اللي بتلاقي بعض المشاكل مش هندخل في التفاصيل. بالفورج لا ممكن تخليه بدأ يتقبل مناف في الاكسي اللي دوت. يعني التكملات اللي عجلة ما هو دوتك. الفكرة كلها انت بيبقى ليك كنترول على الحاجة اللي انت بتعملها. يعني انت مسلا الفايل اللي انت بتعمله ده انت ماسكو انت بتخش تجيء وداتا اللي جواه. انت كمان ممكن تختار الداتا اللي جوا في الاكسي اللي انت عشت تتعرضه. فانت هنا تبقى اخد كنترول على كل حاجة. هبقى لتقدر تعمل اللي انت عايزه. وأنا بس أأكد على النقطة إن الفورج ميش application. هو service. حدود استخدامها ملهاش حدود. على حسب الكيز وعلى حسب المشكلة الموجودة عند الشركة وعلى حسب الكيز الموجودة عند الشركة اللي بتشتغل في الموضوع ده. بس هو أنا بتكلم. من حيث الشغلة هو viewer هو أكتر حاجة مطلوبة. لكن هو قصة point cloud دي من الحاجات اللي هو تسكش على عليها بشكل كبير. إنها تبقى جوز أساسي من الفورج. كل الناس اللي عايزة بعد كده بقى point cloud والقصة دي. لأ روح تعمل من خالها من خال الفورج. ده وقتها هيعمل ايه? ده وقتها هيخلي فيه طلب على الفورج developer. يعني ده بالتبعية هيخلي ان فيه طلب زيادة على الفورج developer. لما أصلا مش موجودين. أساسا يعني. فهي فورسك وعيسة دايما حاول تلحق الحاجة في أولها. يعني حاول يعني أنا وليه وقت نظر حاول تلحق الماركت لما بيقوم في حاجة جديدة حاول تلحق الماركت في أوله لأن بعد فترة الماركت بيحسن فيه ساتيوريشة. فانت ما تجيش متأخر او. بس وموضوع مش صعب. موضوع ما فيش فيه صعوبة. ومحتاج تنظيم بس شوي. عالش ماندس مصطفى ممت بروابط بس اللي كنت بتشيرها في المحاضرة بعد اذنك تشيرها مع الماندس وامر بعد اذنك. انا زلنا على الجروب حاضر بعد السيشن. والله يبارك. سعادة. ألف شكرا على حضرتك بشمانصطفى ودكتور الراهيم وشكرا لكل الحضور. جزيكم لكوهر الخير. اهتمان بس تملو الفورج. وبحدي سعى السؤال ايه هو المقصود بالعلاقة بين البريكاست وليه بقى الفورج. اه مش نصفى جاء بعض سؤال ده.